صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التليفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر صباح الخير يا محمد صباح الخير عليك يا منا صباح الخير على حضراتكو في كل مكان فيك يا مصر امبارح كان مشهد لا أروع ولا أجمل من كده كل المصريين تابعوا صورة مشرفة جدا تشرح القلب وترفع الراس تقول لنا أن بلدنا بلد أوية وعفية وبهية اللي حصل في شمال سيناء في السنين الأخيرة واللي حصل امبارح تحديدا زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لشمال سيناء وعرضه على الهواء مباشرة وأمام العالم كله تفاصيل المرحلة الثانية من تنمية سيناء ده أكبر تحدي للدولة المصرية لأي أوهام أو أي مخططات لها علاقة بدفع الفلسطينيين للتهجير من أرضهم إلى سيناء كمان لشوفنا مبارح يعتبر رسالة حاسمة لأي حد ممكن يفكر أو يطمع في ظرة رمل واحدة من سيناء الرد على دعاوة تهجير بمزيد من البناء والتعمير أكيد يا محمد مبارح خدنا بالنا أن كل اللي كانوا موجودين كانوا موجودين ممثلين لكل القوى السياسية والحزبية وكمان النقابية شوفنا مبارح نواب برلمان إعلاميين شباب فنانين شيوخ وعواقل سيناء كله كان موجود في العريش عشان يأكدوا أن سيناء هتفضل أغلى جزء من قلب كل واحد فينا وأن الشعب المصري بكل طوايف ومش هيسمح بأي صورة من الصور بتخلي عن متر واحد من الأرض دي ولا حتى حبة رمل واحدة من تراب سيناء اللي ارتراوت بدماء شهداء في الحقيقة مننا زي ما قلت فعلا مصر كلها كانت ممثلا بارح في سيناء سيناء بالنسبة للمصريين هي الكرامة الفخر البطولة سيناء هي أعظم انتصاراتنا الحربية وحتكون كمان إن شاء الله أعظم انتصاراتنا في مجال التنمية والتعمير بلغة الأرقام مصر أنفقت حوالي 610 مليار جنيه مشروعات زراعية مية تجمعات سكنية طرق شبكة للأنفاق صحة تعليم كافة المجالات الإنسانية والتنموية خصصت كمان في الخطة الجديدة حوالي 400 مليار جنيه عشان تكون قيمة المشروعات التنموية الضخمة اللي بتنفذ في شبه جزيرة سيناء أكثر من تريليون جنيه ألف مليار جنيه شمال سيناء تحديدا بس تم إنشاء 21 تجمع تنموي حضر فيها حوالي 4 مناطق لوجستية 13 مشروع سياحي ده غير طبعا مشروعات الخدمات التعليمية والصحية والبنية التحتية اللي بتمثل شرايين الحياة داخل شمال سيناء الاستثمارات ومشروعات التنمية مش بس مرتبطة بشمال سيناء يمكن إمبارح كمان انطلق مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب بمشاركة وفود من 32 دولة المؤتمر ده بيعقد جلساته في جنوب سيناء في شارم الشيخ الرئيس الشرفي ليه هو السيدة تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية أسربيا وبيتكلم عن فرص الاستثمار ودعم الشباب وفتح أسواق تصدرية جديدة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعني لما نيجي نتكلم دلوقتي عن سيناء بشمالها ونجلبها هنلاقي إنها بقت وجهة استثمارية وسياحية مهمة جدا وعصب أساسي في التنمية والتعمير في مصر مرة تانية بنصبح على حضراتكم على مدار حلقتنا هنتكلم عن إيه اللي بيحصل في سيناء وكمان مش هننسى أهلينا في غزة صباح الخير عليكم صباح الخير يا مصر صباح الخير نجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية صباح الخير يا مصر خلونا دلوقتي نصبح على زملتنا العزيزة هالة الحملاوي نتعرف منها على أخبار المرور والتقس في القاهرة والمحافظات صباح الخير يا محمد صباح الخير يا منا صباح الخير على كل اللي بيشوفونا طبعا الناس هتبدأ تنزل دلوقتي فمهم نعرف الشوارع أخبارها إيه بعد كده جولة سريعة عن أحوال التقس نبدأ مع حضراتكم في جولة عن أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر ونبدأ جولتنا كالعادة من القاهرة وتحديدا من ميدان العتبة اللي بيشهد في الوقت الحالي كسفات مرورية نسبية هنفضل ماشيين لحد شارع عبد العزيز هناك هنلاقي برضو كسفات مرورية نكمل جولتنا لحد ما نوصل لمدان طلعت حرب هناك هنلاقي سيولة مرورية هتبدأ تختفي لحد ما نلاقي بعض الكسفات قدام المتحف المصري هناخد طريق كبر اكتوبر واللي هيوصلنا لشارع رمسيس وهناك هيكون فيه كسفات مرورية تبدأ تقل بشكل تدريجي على مسافة قريبة لكن هتظهر بعض الكسفات أول ما نوصل للكرنيش وهنفضل مكملين لحد شبرى مصر هنستكمل جولتنا بقى في شوارع الجيزة وهنروح لشارع فيصل اللي بيشهد في الوقت الحالي كسفات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ووصلة لحد الطوابق عند الطوابق تحديدا فيه كسفات مرورية كبيرة بس هتبدأ تقل بعد ما نوصل لمحطة التعاون والعريش لكن بداية شارع فيصل بيشهد بعض الكسفات النسبية أما لو رحنا لمحور صفت فبيشهد كسفة مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة في الإسماعيلية هنلاقي أن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجمع والاستان ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية معدى بعض الكسفات المتحركة واللي ما بتأثرش إطلاقا على حركة الطريق أما المتجه لبورسعيد ففيه سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد هنلاقي كمان فيه سيولة مرورية كبيرة خاصة على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية في محافظة سهاج هنبدأ فيها من محطة قطار سهاج واللي الطريق عندها بيشهد كسفات نسبية هنمشي كمان وهنشوف طريق عبد المنع المرياض اللي بيربط عد الطرق الرئيسية فيه سيولة مرورية هناك لكن فيه بعض الكسفات المرورية أعلى نهر النيل كمان الطريق المؤدي للجامعة فيه كسفات نسبية وفيه كسفات نسبية عند طريق مستشفى جامعة سهاج كمان فيه كسفات مرورية بس بسيطة بتزيد مع ساعات الزروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارعات تحرير كده خلصت جولتنا المرورية هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة الطقس هيكون مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال السعيد فيه شبورة مائية الصباح تكون كسيفة أحياناً وتوصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية هيكون فيه نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعادية وممكن جداً يكون مسير للرمال والأتربة على بعض المناطق كمان فيه النهاردة فرص الأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى على مناطق متفرقة وفترات متقطعة أمطار خفيفة كمان ممكن تكون متوسطة على الوجه البحري ومدن القناة وسيناء والسواحل الشمالية الغربية أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية هتكون رعادية أحياناً درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 30 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان وإيه 36 أقل درجة حرارة في السلوم 25 درجة طبعاً هنتابع مع حضراتكم التقس بالتفصيل بس بعد شوية دلوقتي هنرجع مرة تانية لمحمد ومنا ومتابع باقي فقرات سبع الخير يا مصر شكراً لكي هال شكراً كان معتاد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان موجود بالأمس في شمال سيناء وقال أن الدولة حريصة على أنها تسبق الزمن في إنجاز خطة التعمير والتنمية في شمال سيناء وقال أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ قرار استراتيجي في 2014 بتنمية سيناء إلى جانب ضحر الإرهاب كنا حرسين النهاردة على الجانب التنموي أننا أكون موجود النهاردة مع زملائي من السادة الوزراء والمسؤولين عشان نعلن انطلاق خطة تنمية شمال سيناء هذا القطاع عانى من الإرهاب على مدار العشر سنين الماضية وأهليه وزي ما قبل قوتنا المسلحة وأبناء الشرطة هم كمان عانوا من هذا الإرهاب البغيط وزي ما قلت ما كانش فيه إسبوع بيعدي إلا ونشوف حدثة بيستشهد فيها حد من قوات الشرطة من قواتنا المسلحة أو من أهالي شمال سيناء نجحنا الحمد لله أن احنا نقضي على الإرهاب ومع ذلك في نفس الوقت اللي كان الإرهاب بنحربه كنا برضو بتشغالين في التنمية النهاردة إن شاء الله ده تتشين لعملية وانطلاق عملية التنمية الكبرى في شمال سيناء باستثمرات حتتجاوز الربعمية مليار جنيه الدولة حتتضخها في الفترة الجاية عشان تحقق تنمية شاملة ومتكملة لهذه المنطقة عشان تخدم أهالي شمال سيناء وتخدم أهل مصر كلهم أنا مش عايز أطول على حضراتكم ولكن من هذا المنبر مرة أخرى بنجدد دعوة القيادة السياسية ودعوة المصريين كلهم بإنهاء الأزمة الإنسانية الغير مسبوقة اللي بيعاني منها أهل غزة النهاردة وإن يتوقف النزاع والضمار الذي لن يؤتي ثماره أبدا على المدى القصير ولا البعيد وأن ننظر جميعا لحل هذه القضية الأزالية بأسلوب عادل يحقق مصلحة كل الأطراف وفي زيارة رئيس الوزراء لمعبر رفح الزيارة اللي كانت لفتة جدا قال في مؤتمر صحفي إن مصر بتتحرك على كافة المستويات بدءا من القيادة السياسية وكل أجهزة الدولة وهي تعمل على حل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة اللي بيتعرض لها سكان قطاع غزة وإن حل القضية الفلسطينية لن يتم إلا بحل الدولتين ولن يكون هناك استقرار في المنطقة دون هذا الحل بالرغم من فداحة الحدث وعظم الضحايا الأبرياء المدنيين لكن يظل إن الحل الدائم لهذه الأزمة اللي حتظل موجودة في المنطقة هو هذا الحل الدائم والعادل اللي أقر بيه العالم قبل كده فعشان كده مرة أخرى إحنا من هذا المنبر إحنا كدولة حرسين كل الحرص إن ندعو العالم مرة أخرى لتبني هذا الحل الشامل والعادل الذي يضمن الاستقرار وعدم تكرار مثل هذه المأساة الإنسانية مصر من أول يوم ومصر إن يمكن عايزين نتكلم بمتالأمانة مصر تحملت عبن القضية الفلسطينية على مدار عقود وعقود منذ سنة 48 ومصر من أكثر الدول ولا يعني إحنا لا نباهي ولا يعني من قبيل إن إحنا نتباهى بهذا الموضوع لكن هو ده الواقع مصر فعلا من قبل 48 وهي بتتحمل عب الدفاع عن القضية الفلسطينية ويعني سهمت بأغلى أرواح عشرات الألوف من شبابها على مدار العقود السابقة اللي استشهدوا على هذه الأرض وهم بيدفعوا على القضية الفلسطينية وفي كل المعتركات الأخرى الدبلوماسية كانت مصر دائما داعمة لهذا الموضوع وعلى البعد الاقتصادي دايما حرسين على مساعدة أشقائنا في فلسطين ودعمهم في كل شيء النقطة المهمة اللي احنا عايزين نؤكد عليها واللي أكد عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية لا على حسابها ولا على حساب حد غيرها دي رسالة لازم تبقى واضحة للعالم كله هذه القضية مرة أخرى لن تحل إلا بالحل اللي أقره العالم كله وهو حل الدولتين هذا هو الحل الشامل الذي سيضمن السلام في المنطقة أي حلول أخرى سينتج عنها مهما كانت محاولات فرضها سيظل عدم الاستقرار وعدم الأمن والأمان لكل الدول في المنطقة مستمرة وفي المؤتمر الصحفي من قدام معبر رفح رئيس الوزراء قال إن الدولة المصرية بتعلن عن انطلاق خطة تنمية شاملة لمحافظة شمال سينة بسيث مرات حتتجاوز الربعمية مليار جنيه وده لتحقيق تنمية شاملة وموت كاملة للمنطقة لخدمة أهالي شمال سينة وأهل مصر كلها الشغل الحقيقي اللي تم على هذه الأرض وأنا بقولها وبأكدها كمصري قبل ما أكون مسؤول الشغل الحقيقي لتنمية هذه الأرض بصورة جدة ومش مجرد حلم أو تخطيط ولكن تنفيذ على أرض الواقع بدأ تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ من 2014 إحنا ما كناش يعني واللي عايز أقوله إن إحنا من ساعة ما بدأنا من 2014 إحنا مش بنشتغل في ظروف طبيعية شمال سينة كلنا عارفين وأهالي شمال سينة الموجودين واللي أنا سعيد إن أنا أشوفهم معايا وقابلتهم يمكن من أسابيع قليلة لما جيت في الزيارة الزبطة كانوا بيعانوا زي ما كلنا بنعاني من ويلات الإرهاب اللي استمر على مدار عشر سنين إرهاب مقيت كنا كل إسبوع ما بيعديش إلا وبنسمع عن حدثة استشهد فيها أولادنا من قوات المسلحة أو الشرطة أو أبناء شمال سينة أو أصيب فيها عدد كبير فكان هناك خيار إن إحنا نقعد نحارب ونقعد عشر سنين لغاية لما ننهي الإرهاب من غير ما نعمل أي حاجة وده حيبقى طبيعي وشيء منطقي إنها منطقة ساحة حرب وإن إحنا ما نعملش حاجة غير إن إحنا نحاول نحارب الإرهاب لكن القرار الاستراتيجي اللي خده سيادة الرئيس كان من أول لحظة إن إحنا لازم ننمي سينة جنبا إلى جنب مع ضحر الإرهاب وأي وده اللي تعلمنا كلنا كناس خبراء ومتخصصين عشان تأمن أي مكان من أطمع الطبيعين مش إنك أنت فقط تحط فيه أقوى الجيوش وأكثرها تنظيما وتسليحا كل ده ما يغنيش عن إنك تنميها الشيء الوحيد اللي يحمي أي مكان إنه يكون مكان تم تنميته وتم إشغاله وتم تعميره بحيث لا يستطيع أحد بعد كده إنه يفكر ولا يحط في أحلامه إنه يبقى هذا المكان مطمع لي ده كانت لازم كلنا نبقى واخدين بالنا ده الأسس اللي شغالين عليها كدولة إنه لازم هذه المنطقة تتنمى ونعوض عشرات السنين اللي اتأخرت فيها عملية التنمية عشان كده كان إطلاق سيادة الرئيس من 2014 المشروع القومي لتنمية شمال سينة أمنيا بإن الحرب على الإرهاب تفضل أن تستمر لغاية لما نقضي عليه وأن الحمد لله استطعنا هذا الكلام لكن أيضا اقتصاديا وابتماعيا يتم زي ما قلت لحضراتكم كان ممكن يبقى بيتاخد قرار إنه إحنا ما نستنى على التنمية لغاية لما نخلص الإرهاب وبعد كده نبدأ لكن كنا هنضيع وقت كثير عشان كده بدأنا بالشغل الأصعب البنية الأساسية الكبيرة اللي محتاجاها سينة عشان تطلق عملية التنمية بتكلم هنا على إيه؟ على كهرباء ومية وصرف صحي وتحلية وشبكة طرق وأنفاء تربط هذه المنطقة بمصر بصورة كاملة دي كانت أكبر وأصعب جزء ممكن إن إحنا نتخيله هو ده اللي عملناه في العشر سنين دوري لإن اللي إن شاء الله إن إحنا هنطلقه النهاردة والنهاردة سيادة الرئيس مفوضني إن أنا أعرضه على حضراتكم ده اللي إحنا بنقول عليه إن شاء الله حيبقى الجزء الأسهل والأسرع إزاي يطلع فوق الأرض إزاي ينمي وأشغل وأعمل تعمير وتنمية زراعية واقتصادية واصناعية وعمرانية وسياحية في كل المناطق اللي إحنا هنعرضها الأصعب إنك تعمل البنية الأساسية وده اللي استغلينا فترة الحرب ضد الإرهاب عشان نعمله يعني لو كنا بدأنا النهاردة كنا هنحتاج عشر سنين تانين عشان نبدأ نعمل عزيه البنية الأساسية إنما إحنا الحمد لله وده كان قرار الحكيم من سيادة الرئيس ننشتغل مع بعض بالتوازي مبرحة كمان تابعنا مؤتمر صحفي مهم جدا لدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلمات مع ممثلي وسائل الإعلام الدولية وكانت ردوده على الصحفيين مهمة جدا وقاطعة وبتقدم إجابات منضبطة جدا وتعكس ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية مبرح من أبرز تصريحات دكتور ضياء رشوان إنه أكد أن مصري لن تقبل أبدا بالتهجير القصري لأي مواطن فلسطيني إلى الأراضي المصري وطالب كمان بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لإنقاذ الأبرياء والمدنيين مصر أيضا تؤكد على رفضها القاطع وانحيازها التام للقانون الدولي الإنساني وبخاصة معاهدة جينيف الرابعة التي تحضر أي تهديد أو أي نقل أو أي تهجير أو ترحيل بالقوة للسكان المدنيين سواء داخل الإقليم المحتل وهو هنا قطاع غزة أو إلى أي مكان آخر خارج هذا القطاع الأمر الثالث أن مصر تؤكد بشكل واضح وصريح وصارم أنها لا تقبل أبدا ترحيل أو تهجير أي شقيق فلسطيني إلى داخل الأراضي المصرية وبشكل خاص ما زعم ونشر وأزيع عن مخططات عرضت من الجانب الإسرائيلي على بعض الأطراف الدولية لتهجير قصري تحت تحديد السلاح للإخوة الفلسطيني إلى مصر مصر سيادتها على أراضيها هي ملك لشعبها الشعب الفلسطيني شعب شقيق ونحن منحرصنا على أنه شعب شقيق لا يمكن أن نقبل أن تصفى القضية الفلسطينية بتهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر والشعب الفلسطيني نفسه أبرز على لسان كل قياداته وعلى لساء الطبيعية والتنظيمية والفصائل أنه يرفض التهجير وأنه قد هجر مرة واحدة بين النجبة عام 1947-1948 وأنه لن يقبل أبدا التهجير من أرضه ويفضل أن يموت فيها انطلقت مبارح فعاليات مؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي والذي بينظموا اتحاد المستثمرات العرب وبيستضيف عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين العرب والأفرق والأجانب والرئيس الشرفي للمؤتمر السيدة تمارا فوتش السيدة الأولى لجمهورية سربيا المؤتمر بيعقد جلساته في شرم الشيخة منا والاستمرار لهذا المؤتمر سيكون لحد يوم 3 نوفمبر هتناول العديد من الموضوعات تعزيز حركة التجارة والاستثمار الدولي والصناعات التكاملية لفتح أسواق تصدرية جديدة وكمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجود هذه الكوكبة من المسؤولين من الدول العربية والأفريقية وتشرفنا وجود حرم رئيس جمهورية سربيا وممثل نائبا رسميا لحرم رئيس جمهورية أنجولا وتسلمنا جاب خاص منها للتشجيع والتأكيد لوجودها المرة القادمة لظروف كالتمنحها من الحضور وكبار رجال أعمال وكبار مسؤولين من 32 دولة بين عربية وأوروبية وأفريقية وعشان كده قالوا عننا أن المؤتمر ده اسمه مؤتمر التحديات تفتتح ثلاث قرار وإحنا كلنا وصقين في مزايا الاستثمارية الغير عادية لمقدمة على الأرض الواقع خاصة بعد ما رئيسنا أسس المدلس الأعلى للاستثمار والتعم الكبير لكل مستثمر ومستثمرة ورجل أعمال وسيدة أعمال على مستوى الدول كلها مزايا غير عادية وغير مسبوقة ولم تقدم من أي دولة أخرى جلسات بتناقش قضايا كثيرة وتحديات كثيرة اللي هي إذا حققنا فيها نجاحات هتفتح فاق كبيرة للشباب وخاصة الالتحاق بفرص العمل وظيفة لائقة للشباب كما يبغوا ويحلم كل شاب وكل فتاة بنقول أن أسرع وسيلة لإنعاش الاقتصاد القومي هالسياحة وإحنا عارفين أن السياحة صناعة كثيفة العمالة يعني بتستهدف أعداد كتير جدا من راغبي الحصول على فرصة عمل حاجة تانية بنحقق بها هدف الدولة وهو المبادرة التي أطلقت من معالي دولة رئيس الوزراء بأننا يجب أن نعمل لنحقق 30 مليون دولار مليار دولار آسف كدخل من السياحة في العام جلسة أخرى بنتحدث عن الصناعات الصغيرة ومتنهية الصغر وأنتوا عارفين المبادرة اللي أطلقها سياحة الرئيس ولكن دايماً بقول أن مش كله يلقى على عاتق الدولة دينا المجتمع المدني بالاتحادات اللي موجودة بجمعيات الأهلية بكل ده لازم أنه يطلع منه مبادرات وأنه يعمل موضوع تأهيل ويعمل ترينينج للشباب علشان فحلاً يبدأ المشروعات الصغيرة ومتنهية الصغر وبالمناسبة في دول كتير اقتصادها نمى وحقق التقدم لما اهتمت بهذا الموضوع احنا اهتمنا جداً نحن نشارك في هذا المؤتمر لأنه ده مؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي وزي ما قلت لحضرتك في الأول لا يمكن أن يحدث تنمية في أي بلد ولا في أي مكان بدون استخدام التقنيات الحديثة اللي بتسرع بعجلة التنمية فالنهاردة فيه تحول في العالم كله التحول الرقمي ولكن للأسف كمان تعدين التحول الرقمي إلى التحول اللي هو بالذكاء الاصطناعي فالنهاردة هذا التحول في الزكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحدث استثمار لا يمكن أن يحدث اقتصاد قوي لا يمكن أن يحدث تبادل تجاري قوي بدون استخدام التكنولوجيا المتطورة معهد التخطيط القومي عقد مبارح أولى حلقات الصالون الثقافي تحت عنوان الصحة النفسية ثقافة مجتمع وشجاعة مريض ضمن الفعاليات العلمية للمعهد وده بحضور السفيرة نبيلة مكرم مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي الفعالية ركزت على ضرورة تغيير ثقافة المجتمع تجاه المرض النفسي وإنه مش وصم تعار بل هو ألم يجب احتوائه والتعامل معه من الوقت للتاني بيتعرض الإنسان لمجموعة من الضغوط والأزمات في حياته بتأثر على حالته النفسية سواء كانت يعني ضغوط وأزمات داخلية على مستوى البيت والأسرة والشغل وغيرها أو ضغوط خارجية زي طبعا المشاد اللي بنشوفها في قطاع غزة لأطفال والخراب والدمار كل ده بالتأكيد لتأثير سلبي على الحالة النفسية ومن هنا بيجي دور الدولة واللي بتنظم من خلال المعهد القومي للتخطيط ندوة بعنوان الصحة النفسية بتقدم فيها رشدة علاج لكل الحالات النفسية ونقاط الضعف وإزاي نقدر نقوي نقاط القوة علشان نعيش حياة مستقرة اللي احنا بنحاول نقدمه النهاردة هو أن بنوعي الناس أكتر وبنصقف الناس أكتر وبنتناقش حاولوا موضوع الصحة النفسية كأحد جوانب للناس كلها بتبقى دايما الصحة مفهوم الصحة هي الصحة البدنية والأمراض لكن ماشي واخدين بالنا قوي من موضوع الصحة النفسية كلنا ملاحظين ومتابعين وعايشين في الضغوط اللي احنا شايفينها والصور اللي بتنقالها لنا وسائل إعلام كلها ما يحدث في غزة وما يحدث من حروب وصراعات واقتتال ويعني حاجات كلها بتأثر من شكل كبير كمان الضغوط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية اللي احنا كلنا عايشينها مش في مصر بس على مصر لعنى فالقضية قضية مهمة قضية مطروحة بالشدة وأعتقد أن توقيتها مناسب جدا أن احنا نناقش هذه القضية النهاردة شهر أكتوبر اللي هو شهر الصحة النفسية والاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية بنختتموا بهذا الحضور في هذا الثالون الثقافي بنكلم فيه عن التعب النفسي والمرض النفسي وزي نكسر وصمة العر النهاردة نوع مختلف ثالون ثقافي فيه من الحضور من الشريحة المثقفة الوعية بنفتح معاهم أيضا هذا الموضوع لأنه الحقيقة المرض النفسي أو التعب النفسي ده مش مقصور على شريحة بسيطة هو على كل الشرائع فاحنا بنطرق كل الأبواب ونحاول كمان أن احنا نستنبت من الأفكار بناخد من الحضور من خلال المراقشات ما يمكن أن يبنى عليه للقدم الهدف نادوى دي والهدف من وجودنا في مع التخطيط أن احنا بنرفع الوعي بتاع الإنسان المصري بأن حالتك نفسية مهمة جدا وكفاتك النفسية مهمة جدا وقدرتك على التعامل مع هذا القرب المستمر مهم جدا مهم جدا أن Matejb تتعامل مع القرب بصورة جيدة بمعنى أن أنت لا تستسلم لهذا القرب معنى أننا أنا متضايق على موضوع غزة بس هنزل أشتغل أنا متضايق على موضوع غزة بس هنزل أخذ أولادي واقر أنا متضايق على موضوع غزة بس هنزل رأح سينما يعني ق NAS bill ما يمنع أبدا أنت تقاوم هذا القرب بأنك تحاول تعيش حياة طبيعية الجزء الثاني المهم جداً فكرة أن أنا أعيني على صحية البدنية اللي هو ضغطي وسكري والكلام يكون لازم يكون أعيني على صحية نفسية يجب أن يكون عندي كفاءة نفسية بمعنى أن أنا أحس إمتى أن أنا محتاج مساعدة نفسية إمتى محتاج أن أنا أزور الدكتور إمتى محتاج أن أنا أعمل فعاليات جوة معايا مع عائلتي مع أولادتي عشان أخرج من الحالة مزاجية السيادي مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل فقراتنا في الصباح الخير يا مصر نصبح على حضراتكم مرة تانية هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطاقس هيكون مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والواجه البحري وجنوب سيناء وشمال السيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب السيد كمان الجو هيكون لطيف فأول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال السيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب السيد في النهاردة شبورة مائية صباحية هتكون كثيفة أحياناً تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مع وجود نشاط للرياح المصاحب للصحب الرعادية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق كمان في النهاردة فرص لأمطار خفيفة على قاهرة كبرى على مناطق متفرقة وفترات متقطعة أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على الواجه البحري ومدن القناة وسيناء والسواحل الشمالية الغربية أمطار متوسطة كمان على السواحل الشمالية الشرقية هتكون رعدية أحياناً نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو من الدكتورة مونار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتورة مونار صباح الخير على حضرتك وتذهالة وصباح الخير على كل استادة المشاهدين أهلا بكيفاً أهلا بحضرتك يمكن إحنا شايفين شوية تقلبات في الجو الصبح بدري الجو شوية برد مائل الحرارة على أول النهار مائل البرودة على آخر الليل أنا شخصياً شايفة أن الجو رائع جداً بس عضرتك ممكن تقول لنا تفاصيل عن أحوال الجو النهار ده بالفعل هي الأجواء الخريفية اللي دائماً كده بيبقى فيها تقلبات جوية حدة وسريعة واختلاف درجات الحرارة بالفترة النهار وفترة الليل يبدأ الفرق في درجات الحرارة يزيد بين فترات النهار وفترات الليل كل ما تقدمنا أكثر في فصل الخريف يمكن من آخر سحزات سور الأمر الصناعية وفرائط الطق هيكون اليوم في استقرار تام في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية فرص الأمطار حتى ثلاثة من المناطق الداخلية وتنحطر فقط في السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات شمال الواجه البحري وهتكون أمطار خفيفة غير مؤثرة تماماً على أي أعمال أنشطة يومية وعلى فترات متقطعة من اليوم وما محافظة دون الأخرى وهي المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الواجه البحري بالإضافة ثمان درجات الحرارة تظل حول المعدلات أو أعلى من المعدلات الطبعية لها في هذا الوقت من العام أعزم على القاهرة الكبرى ثلاثين درجة بقوية خلال فترة النهار فبالتالي هتظل الأجواء الخريفية المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى محافظات الواجه البحري طبعاً محافظات كمان شمال السعيد وجنوب سيناء اجواء معتدلة تماما على المناطق الساحلية المصلة على البحر المتوسط شديدة الحرارة على جنوب الصعير داخل الفترات النهار وتحديدا مع شدة الاشاعة الشمس وقت الظاهرة ثلاث فترات الليل مع غياب اشاعة الشمس طبعا بيحصل انصفات في قيم ضربات الحرارة بيكون ملموس اكتر ومحصوص في ساعات من المتأخر اللي هي فترات الفجر سطلت الصباح الباكر الى وقات جدا رجاء الحرارة بتمحصد بشكل سبير اجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات اللي لها ظهير صحراوي بشكل كبير المدن الجديدة لاماكن المفتوحة وزي ما قلنا في الاول فرق درجات الحرارة بين النهار وبيوليل بيتجاوز احيانا ال11 وال12 درجة مقاوية ببعض المحافظات بالإضافة كمان دايما مع الاستقرار في الاحوال الجوية الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير ويمكننا احنا ملاحظينها ثلال الايام الماضية ومتوقعا هي تستمر معنا كمان على مدار الايام المقبلة يمكن حتى منتصف الاسبوع القادم تظل الشبورة المائية الكثيفة هي الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير وبتظهر طبعا على اغلب الصرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ممكن احيانا توصل لحد الضباب يعني انشار في الرؤية الاطقية بيوصل احيانا لأقل من 1000 متر في بعض المناطع ومع التكون الشبورة المائية بيكون تساعة الليلة المتأخر هي الشبورة المائية الكثيفة تقريبا 3-4 فجل تستمر معنا حتى تطوع اشعة الشمس يعني مع الساعة 7-8 صباحا تدرجاني الشبورة المائية بتبدأ في الثلاشة رؤية الاطقية بتبدأ تتحسن على اغلب الطرق ممكن احنا على مدار الايام المقبلة ان شاء الله متوقع استمرار الاستقرار في الاحوال الجوية الثلاشة كرة سقط العمطار من على كافة المحافظات واستمرار وجود الشبورة المائية مع درجات حرارة طبعا اعلى من المعادلات الصبعية بمعادل من درجاتين لثلاث درجات عشان كده مهم بس ننصح كل استادى المواطنين لازم ناخد بالنا من فرق درجات الحرارة ونوعية الملابس لو بنخرج فترة الصباح الباكر او ساعات الليلة المتأخر مع الشبورة المائية الكثيفة مهم جدا ناخد بالنا لازم نشغل كشفات الشبورة الموجودة في الضيارات تكون القيادة بيديو اقتها مؤذر شديد ونتابع طبعا كافة تعليمات المرور ودائما احتفظ الخريج لازم نتابع نشرة الجوية بطورة يوميا تمام بنشكر حضرتك دكتورة منار منار غاني معوض المركز الالامي بهيئة الارصاد الجوية ودلوقتي هنتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة والمحافظات ونبدأ من القاهرة درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23 وفي العاصمة الادارية 31-22 الاسكندرية 27-20 والعالمين الجديدة ايضا 27-20 مطروح 26-19 ودوميات 28-23 بورساية 29-24 والاسماعيلية 31 والصغرى 23 في السويس درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22 وفي العريش 30-22 ايضا كاترين 26-13 طبعا 30-22 حلايب 28-23 وشلتين 31-24 شرم الشيخ 32-24 والغرباء 31 والصغرى 23 أما في الفيوم في درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22 وفي بني سويف 31-21 في الوادي الجديد 35-22 وفي أسيود 32-19 سهاج 33-20 وإنة 35-22 لؤسر 35 وأسوان 36-23 كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة عودة مرة تانية لمحمد ومنا ومتابعة باقي فقرات سبع الخير شكرا جدا هل على الجولة المفصلة الخاصة دي اللي احنا شوفناها معاكي ومكملين فقراتنا منها مع تواصل العدوان الإسرائيلي على أهلنا في غزة بقى فيه مخاوف من حصول ارتفاع كبير لأسعار النفط بسبب تأثر الإمدادات وبتدت مؤسسات الدولة تحط سيناريوهات لتأثير الحرب على أسواء النفط سواء في الشرق الأوسط أو على مستوى العالم تعالوا نتعرف مع حضراتكم على تفاصيل أسعار الغاز والنفط عالميا وإزاي الحرب على غزة ممكن تغير معادلات أسواق النفط والغاز بشكل كبير جدا معنا الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي صباح الخير يا دكتور صباح نور يا فاندم حابين بداية نتعرف على أثار حرب غزة على سوق النفط والغاز في العالم قبل الحرب كنا شايفين طبعا الحرب الروسية الأوكرانية انخفاض تصدير أو الانتاج من دول كبرى زي السعودية طلبات أكثر على سوق النفط والغاز حرب غزة ممكن تعمل إيه؟ هو الحقيقة زي ما حضرتك ذكرت يجب أن نبدأ بأنه العالم فيه خلال الخمس سنوات الأخيرة وبعد أن بدأ يستفير من تدعيات الاقتصادية لجاحات كورونا اللي قدت الحياة لاتفاع معادلات التضخم وأسعار الطاقة حتى بدأت الحرب بالروسيا وأوكرانيا أواخر فبراير من العام الماضي اللي أخذت الحياة حيز من القلق الاقتصادي العالمي ولم تكن تبع منطقة شرق الأوسط وبالتالي مصر بعيدة عن تلك التأثيرات استمرت المعاناة طبعا مع بداية الحرب بين حماس وإسرائيل وهناك مخاوف كبيرة جدا من استمرارها أولا واتسعها إقليمية بمجرد ما بدأت الأزمة ارتفعت أسعار الغاز بمقدار السلس مباشرة هذا كان عبر منصف تداول عقود الغاز تي تي أف هي المؤشر الأوروبي الحقيقة للغاز الطبيعي وارتفع سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من 11 دولار إلى 17 دولار هناك أيضا مخاوف من ارتفاع أسعار النفط بعد أن وصل سعر برميل خام برند إلى 94 دولار للبرميل خلال شهر السبتمبر الماضي ثم تراجع إلى 84 مليار دولار وبدأت للدنيا والعالم يستفيرك عاود الارتفاع مرة أخرى عقب الحرب بين حماس وإسرائيل ووصل إلى 90 دولار للبرميل بالطبع مع حالة عدم استقرار واضحة في أسعار النفط العالمية يجي بقى المصر ومدى التأثير عليها من ارتفاع الأسعار بشكل مباشر مع ارتفاع سعر برميل النفط بقيمة دولار واحد عن السعر المعتمد في الموازنة العامة والذي هو 80 دولار تحتاج الموازنة إلى 3 مليار جنيه لتوفير الاحتياجات المحلية مع كل ارتفاع بمقدار دولار واحد يعني الدولار يسوي 3 مليار جنيه من ميزانية الدولة صح كده؟ بنحتاج آه مع الارتفاع أنا بححتاج زيادة عن 80 دولار بحتاج إلى 3 مليار جنيه الحقيقة هنا يجب أن نشير بقى أنه زي ما قلنا أنه أسعار الغاز أيضا مرتفعت لكن الحمد لله إحنا عندنا حققنا الاكتفاء الذاتي ولكن في الفترة الأخيرة كان فيه بعض التقصير في الإنتاج وده طبعا مع ارتباط مصر بعقود تصدير فهنا بدأت الحكاية أنه بدأت الكهرباء والكلام ده لكن يجب أن نشير إلى أنه لولا أن حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي لكنا تعرضنا لأزمة صادية كبيرة جدا لأنه مع الأزمات المتكررة لأسواق النفط والغاز كنا بنستورد بما قمته 3 مليار دولار سنوية لتوفير احتياجاتنا من الغاز الطبيعي ده كان قبل عام 2018 مع الأزمات العالمية بقى لأنا عشرت إليها خلال الخامس سنوات الأخيرة خاصة بعد الحرب الروسية الإلكرانية ارتفع سعر الألف متر مكعب من الغاز الطبيعي من 200 دولار إلى حوالي 1500 دولار وبفضل الله احنا تجنبنا ذلك بفضل تحقيق الحقيقة مصر للاجتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي سواء إسرائيل سواء فلسطين الاتنين مش من كبار منتجي النفط بصفة عامة وفي نفس الوقت نقدر نقول أن أوروبا بتستعد لشتاء آخر من غير النفط الروسي بعد الأزمة الروسية الأوكرانية نقدر نقول عواقب طول مدة فترة الحرب اللي علنتها إسرائيل على فلسطين أو على إخواننا في غزة هتكون إيه على أسواق النفط زي ما حضرتك أشارتي طبعا مش منطقة الشرق الأوسط بشكل عام بتصدر حوالي يعني إسرائيل بتصدر حوالي 7 مليون طن صدرت عام 2022 مصر صدرت حوالي 5 مليون طن احتياجات الأوروبا حوالي 96 مليون طن الاحتياجات العالمية وتداول الغاز عالميا 400 مليون طن لذلك إحنا بنؤثر أو منطقة الشرق المتوسط لها تأثير ولكن لها تأثير الحقيقة تأثير محدود ولكن أوروبا فعلا بتحتاج إلى تلك الكميات المحدودة بدليل أنه وقعت المفاوضية الأوروبية مذترة تفاهم سلاسية بشأن توريد الغاز الإسرائيلي للاتحاد الأوروبي عبر البنية التحتية المصرية إذن أوروبا بتبحث عن أي مفضب بديل للغاز ومع توقعات الحقيقة شتاء قارس قادم الأزمة الحقيقة بتتفاقم إذا استمرت الأزمة أيضا هناك مخاوف مش موضوع ارتفاع أسعار الطاقة فقط ولكن أسعار النقل والشحن ده برضو بتتأثر بشكل كبير لأنه منطقة شرق المتوسط منطقة جغرافية هامة جدا لتداول التجارة العالمية صحيح يعني كل يوم مع بداية الحرب بدكتور رمضان في مخاوف متزايدة من يعني توسيع رقعة الصراع زي ما بيقولوا في المنطقة إيران منطقة الخليج تحديدا نحن بنتكلم على خمس إنتاج النفط من العالم بيخرج من منطقة الخليج وبيمر من مضيق هرمز المنطقة متوترة الحديث عن إيران الحديث كمان بالأمس شفنا صواريخ أطلقت من الحوثيين على إسرائيل المتغيرات دي إلى أي مدى ممكن تؤثر على أسواق النفط والغاز الحقيقة حضرتك طبعا أشرت إشارة مهمة جدا اتساع نطاق الأزمة الحالية سوف يؤدي بشكل مباشر إلى ركود اقتصادي عالمي وانخفاض معدلات التضخم والحقيقة العالم بيعاني وحيث يستفير من الأحداث اللي احنا ذكرناها لذلك أنا شخصيا بتوقع أنه سوف يكون هناك موقف حالمي للسيطرة على تلك الأزمة ومحاولة وقف إطلاق النار يعني بشكل صحيح يعني هو اتأخر كثيرا يعني إنما لازم حيبقى ده توقعات الشخصية حيكون فيه قرار دولي بوقف إطلاق النار واحتواء الأزمة وعدم اتساعها لأنه لن يتحمل العالم المزيد من الركون الاقتصادي وارتفاع معدلات وده اللي احنا من انتظره إن شاء الله خلال الأيام القادمة لن يتحمل العالم المزيد من ركود الاقتصاد ولن يتحمل المأساة الإنسانية اللي احنا منشوفها للأسف يوم ورا يوم ولحظة بعد لحظة في قطاع غزة بشكرك شكرا جزيلا الدكتور رمضان أبو العلى أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي نروح يا منا لمعبر رفح النقطة الأهم اللي شهدت امبارها أحداث كثيرة جدا مؤتمر صحف الرئيس الوزراء ورئيس هيئة العمل الاستعلامات وكمان شهدت امبار حبور حوالي ستين شاحنة مساعدات إنسانية إلى أهلنا في قطاع غزة واعتقد أن ده يعني تعتبر أكبر قافلة مساعدات دخلت غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي من خمسة وعشرين يوم إلى النهار دانين خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر معانا على إتريفون أستاذ محمد ممدوح عضو التحارف الوطني للعمل الأهلي التنموي صباح الخير أستاذ محمد أهلا وسهلا بك معنا أهلا وسهلا بك خلينا نعرف من حضرتك آخر موقف لدخول المساعدات وكده دخل كام قافلة من الشحنات لأخواتنا في قطاع غزة إلى الآن بالسهل نزام على الوطني في إمبارح هذا الأكبر عدد من المساعدات بالتزامة مع المتمر الذي عقده أستاذ الآخرين من السفراء وبصحبة 30 من القيادات المطرية من أحوال سياسية من أعلمين من موضوعات بجتمع مدني نتكلم النهاردة عن قاعدة من 2016 شاحنة بالساعة دخلوا القطاع قبل عدد كام قد موجود من بارك وقاعدة كام قد يشتغل بالبطر من بارك أهلا المساعدات اللي ذاتبت حد هذه الرحظة هي المساعدات الطبية المواسط الوطني المياه منحاول على حد من أكبر أن يكون القولوية دي الاحتياجات الحالة لأنه دخل القطاع مش دخل إلا أصبر كان ممكن منه ما يمكن أن نقضي سلطات نحتمل في ظل حالة تعامل بتواجهها المساعدات المصرية عادي أكد بس على جدء مهم جدا وهو من معبر المضي المفكوح منزل لحظة أن يقول قوات الأسحاب الوطن مع الأهل قاتلة الأول التي كانت تتجاوز مية لستة شاحنة بشكلة قاطلة طلها أبداع كيلومتر كانت محملة بالمساعدات الهدائية والدوائية أثر مرقين القرطانية منذ اليوم الأول في الراكل تعامل شخص لحتلال هي المنعت الحمد لله كده القاطلة بالكامل اللي هي سفة شاحن دخل لا من يعني كانت فاطل مهم العرباط كانت معطلة لم ترسل ذلك من شخص لحتلال ولكن الحمد لله دخلت كده عجبائي العدد زي ما قلت فانتاتي احنا بنحاول انشانا ووضع لولي الفصل اللي جاية العدد مكوين يوجد هناك بجوار معبر رفع مقارس من 500 شاحنة في اكتر من 60 خبول الطائرة للجميع العريش ولكن فيها مقطوات التفتيش التي تقوم بها صفات الاعتقال الاطرار على معبر رفع الواجه مفل حوجة ثم اي صعيد ومعبر سفك عشان يجب التفتيش اكتر من 100 كيلومتر التطاح شاحنة 50 كيلومتر ضايع 50 كيلومتر للعودة ومشاهد العربات كمان عربات بتعود لأزبار كافاها جد من احتمال لتأكتب على ان يجب ان يتل بطورة معينة اتساعدها بشورة اخرى كان في بطء متعمد في التفتيش وده اللي اشار اليه الاساسد ضياء رشوان مبارح بالارقام والاحصائيات استاذ ممضوح يعني استاذ ضياء اكد مبارح انه من اول يوم حتى الامس او وقت انعقاد المؤتمر الصحفي عند معبر رفح عبر 250 شاحنة وانه المعبر او قطاع غزة بيحتاج يوميا 500 شاحنة احنا طبعا من سابق الزمن عشان ندخل اكبر قدر المساعدات بالفعل اخوان حضرتك بتقول احنا اي حسن اي حسن اجهاتك خاصة بالثوارات والشاحنات اللي دخلت هم نحمل الشاحنة باحملتها عشان نحاول ندفع شوية من عرض السيارات اللي بيادخل داخل الصعي المحامل بأكبر كم من المساعدات نظر نستعامل من اول كان في ايام من نسمح من بلخال هو بعشرين سيارة ايام اخرى داخل عصوة شحنات بس في الجمعة 27 اكتوبر ايام تاني اكتوها 49 ما يوم 23 24 في المثال تم اثناء تم 8 شحنات فقط اي ايام بيكون تقلق عن المتكلم ودخول عن الشحنات عايز بس على نصفة الشحنات الحلوات اللي تشتونها بتجري بالمجنوع ع طويل من المراحل كان في عالية تصفر رأس عموية اكتر من اثناء معبضات عشان خاصة ان اكتو تزين في الاجناءات اسم حلوات وصفات محتزاز ضمان عدم عوضة العربات مرة اكتر وعجب ان تكون هذه العربات محملة بالاحتيازات المسيطة من الامر الاخر احنا بمصفة الجهز الاخر مع الهلال الاحمر صحيح وفي حالة تنسيق مستمر طبعا مع الهلال الاحمر الفلسطيني ورغم كل المعوقات اللي حضرتك قلتهن الا ان فيه اصرار لكل المتطوعين الموجودين هناك ان هم يدخلوا هذه المساعدات ان هم يخففوا من المعاناة عن اهلنا في قطاع غزة نشكرك شكرا جزيلا لأستاذ محمد ممدوح عضو التحالف الوطني للعمل توقيت جرينيتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جانبا من قوافل المساعدات الانسانية والاغاثية المتمركزة بمنفذ رفح البري انتظارا لعبورها الى الجانب الاخر وخلال زيارتي لمحافظة شمال سيناء توجه رئيس الوزراء بالشكر لقيادات المجتمع المدني داخل مصر وخارجها والحكومات التي حرصت منذ اللحظة الاولى على تقديم مساعدات لاهالي غزة نقلت وكالة الانباء الفرنسي عن الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية قولها ان مصر قررت استقبال واحد وثمانين جريحا من الاصابات الخطيرة بقطاع غزة عبر معبر رفح للعلاج في مستشفيتها واشارت الوكالة الفرنسية نقلا عن مصادر طبية الى اقامة اول مستشفى ميداني على مساحة 1300 متر مربع لاستقبال الجرح الفلسطينيين حال وصولهم الى مدينة الشيخ زويد ادانت مصر باشد العبارات لاستهداف الاسرائيلي اللا انساني الذي طال مربعا سكنيا بمخيم جباليا مما اسفر عن سقوط ما يزيد عن 400 مدني ما بين شهيد وجريح وفقا للتقديرات الاولية وفي بيان لها اكدت وزارة الخارجية ان ذلك يعتبر انتهاكا صارخا جديدا للقوات الاسرائيلية لاحكام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني يزيد الازمة راهنة تعقيدا وينذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات وحضرت مصر من مغبة استمرار تلك الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين العزل في اماكن ايوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجأون اليها هربا من القصف الاسرائيلي العنيف والمتواصل وقعت اشتباكات ضارية شرق خان يونس بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من استهداف عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية أثناء توغلها في قطاع غزة وأجبرتها على التراجع وكبدتها خسائر في العتادي والأفراد من جانبه اعترف جيش الاحتلال بمقتل تسعة من جنوده في مواجهات مع المقاومة يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه شركة الاتصالات الفلسطينية من قطاع الاتصالات وخدمات الانترنت تماما بقطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة استشد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة طول كرم هذا وقد واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية طوال الليل على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن القصف استهدف مناطق هانيونس وجنين وقال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطينية إن خمسين فلسطينيا على الأقل استشهدوا في قصف جوي لمخيم جباليا للاجئين شمال غزة كما أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن ما لا يقل عن ثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة وعشرين فلسطينيا من بينهم ثلاثة آلاف وخمسمائة واثنان واربعين طفلا استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الجاري قال المفاوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فليبو جراندي إن الجولة الأخيرة والأكثر دموية من الصراع العنيف جراء العدوان الإسرائيلي على غزة تهدد بإلحاق عواقب كارثية بالمنطقة ككل وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي أضاف جراندي أنه لن يكون هناك سلام في المنطقة وفي العالم دون حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بما في ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وأضاف جراندي أن الأسابيع الثلاثة الماضية قدمت دليلا مدمرا على أن تجاهل القواعد الأساسية للحرب بما فيها القانون الدولي الإنساني أصبح على نحو متزايد هو القاعدة وليس الاستثناء مع مقتل المدنيين الأبرياء بأعداد غير مسبوقة احتج متظاهرون ضد وزير الخارجي الأمريكي أنتني بلينكين على الحرب في غزة خلال اجتماع في مجلس الشيوخ لطلب مساعدات لأوكرانيا والإسرائيل ورفع صف من المحتجين أيديهم ملطخة باللون الأحمر في الهواء احتجاجا على الحرب ولاحقا أخرجتهم شرطة الكونغرس من الغرفة بعد أن رددوا هدافات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة تطالب بوقف إطلاق النار في غزة كلنا نستطيع أن نرى أن تنتهي أعلنت حكومة تشيلي أنها استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاوري ردا على انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في غزة وقالت وزارة الخارجية التشيلية في بيان لها إن تشيلي تراقب بقلق العمالية العسكرية الإسرائيلية التي تشبه في هذه المرحلة معاقبة السكان المدنيين الفلسطينيين وإن أفعال إسرائيل في غزة لا تحترم القواعد الأساسية للقانون الدولي يأتي هذا في وقت أعلنت فيه حكومة بوليفيا قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل الدبلوماسية المصرية بتقوم بدور كبير في دعم القضايا الفلسطينية ووقف العدوان على قطاع غزة خصوصا بعد ما قدرت تحقق المعادلة في تغيير المواقف الدولية وده أعتقد شفناه على مدار الفترة اللي فاتت وده طبعا ظهر بشكل واضح بعد ما شفنا تراجع النبرة المتشددة اللي تبناها الغرب تجاه الأزمة مع بداية العدوان الإسرائيلي على أهلنا في غزة تفاصيل وقراءة وفية أكثر عن الموقف الدولي من الحرب على غزة خلونا نرحب بسيادة سفير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق اللي منورنا في ستوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير ألاحظتك صباح الخير محمد مواقف متشددة دولية للأسف إذا حبنا نعمل قراءة كده لمشهد الأطراف الدولية وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية تصميم على عدم تمرير قرار بوقف إطلاق النار عبر مجلس الأمن مبارح شفنا حديث من وزير الخارجية أنه لن يسمح بذلك حتى لا تعيد الحماس قدرتها القتالية فيجب أن تستمر إسرائيل في الدفاع نفسها وتستكمل العملية العسكرية شايف موقف الأمريكي زي فلنم بالوقت بمنطقة صراحة بمنطقة صراحة الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الإدارة الحالية الديموقراطية برئاسة جو بايدن هي في واقع الأمر التي تشن الحرب على فلسطين وإسرائيل ما هي إلا أداة في هذه الحرب الأمريكية على فلسطين وعلى العرب وعلى المسلمين إحنا تعودنا أو على القال الجيل اللي أنا بنتمي إليه واللي عاصر حروب كثيرة بين مصر وإسرائيل وبين فلسطين وإسرائيل تعودنا مش مفاجأة التأييد الأمريكي لإسرائيل صحيح وإحنا الشهر الماضي احتفلنا بمرور نصف قرن على حرب أكتوبر وإذا كلمتكم وإذا كلمتكم على التأييد الأمريكي لإسرائيل في حرب أكتوبر حيكون خير مثال على هذا التأييد لكن هذه المرة هذه المرة موقف الولايات المتحدة الأمريكية وموقف الرئيس بايدن شخصية شخصية اللي هو أول رئيس أمريكي أول رئيس أمريكي منذ 1948 يزور إسرائيل وإسرائيل في حرب مع العرب وليس هذا فقط وإنما يشارك في اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيل الرواية الأمريكية الرواية الأمريكية لهذا الاجتماع هو أن الرئيس الأمريكي كان يود الاستماع إلى وجهات نظر القادة الإسرائيليين ويطرح عليهم أسئلة لكن وجوده في مجلس الحرب الإسرائيلي يوم 18 أكتوبر يعني بعد 11 يوم أو 10 يام من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجوده على المستوى الرمزي ده أكبر دليل على تواطئ أمريكي صارخ مع إسرائيل في هذا العدوان فاللي بيدير المشهد في غزة النهاردة وفي الشرق الأوسط هي الإدارة الأمريكية فيه جزء من هذا الموقف يتصل طبعا بحماس لكن فيه جزء بقى اللي هو يتصل بما هو قادم يعني عندما نحلل الموقف الأمريكي الحالي نركز على ما تعدوا الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل للشرق الأوسط القادم سيناريوهات ما بعد الحرب يعني بعد ما الحرب تنتهي وهم نفسهم قالوا سواء الإسرائيليين أو الأمريكان قالوا أن الشرق الأوسط بعد ما هتنتهي هذه الحرب لن يكون مثل الشرق الأوسط قبل 7 أكتوبر ومصر في المعادلة وعشان كده حق إمبارح ما كانش مصدفة ما كانش مصدفة إن موقع إسرائيلي غير معروف موقع إسرائيلي غير معروف ينشر الخبر التالي إن وزارة المخابرات الإسرائيلية وزارة المخابرات دي هي بتعد تقارير وبتتعرض على كافة على الجيش على قوات الإسرائيلية وعلى الأجهزة الأمنية وعلى الحكومة فإن وزارة المخابرات الإسرائيلية أعدت تقريراً في 13 أكتوبر الماضي بتقول فيه إيه؟ بتقول إنه الفلسطينيين في غزة يذهبوا إلى سيناء مكتب نتانياهو علق علق رسول وقال دي كونسرت بيبر كونسرت بيبر يعني ورقة أو بحث للتداول للدراسة فأنا ليه ضربت بالمثل دو عشان ده متصل بالشرق الأوسط اللي الإدارة الأمريكية بتخطط له وزيارة بايدن بايدن أعلن أمس أن أصلي بلينكين حيقوم بالجولة الثانية للشرق الأوسط حيبدأها بإسرائيل يوم الجمع وده نقطة محتاجين نتكلم فيها يعني في أقل من سبعين أو في عشر تيام زيارتين لنفس المنطقة وبتكون إسرائيل في حالة حرب ويتم الزيارة لتاني مرة ده شيء في منتهى الغرابة وبعدين مش بس في منتهى الغرابة منتهى الفجاجة في الموقع لو يجوز لنا استخدام التعبير حدرتك الزيارة دي إطارها بيختلف على الإطار الأول الزيارة الأولى كان لسه إسرائيل مع حملة القصف الغير مسبوقة اللي رأيناها كلها يعني زيارة الأولى حدرتك تمت يوم يمكن 8 أو 9 أكتوبر وجولة في الشرق الأوسط زار خلالها طبعا بدأها بإسرائيل الجولة التانية هيبدأها بإسرائيل ثم زار المملكة العربية السعودية الإمارات مصر الأردن وأعتقد أن الجولة التانية بس الإطار اختلف الإطار اللي اختلف وأعتقد أن الموقف المصري الموقف المصري وهو موقف يعني اتصالا بالليل حدرتك قلته الدبلوماسية المصرية الموقف المصري كان حسما وأدى إلى تغيرات في المواقف الأمريكية والموقف الدولي هذا بالإضافة إلى أن مصر في تحركاتها الدبلوماسية بتنسك مع الدول العربية فالإطار هو المرة دي أنا في تصوري أن وزير الخارجية الأمريكية جاي في الجولة الأولى ما تكلمش على هدنة إنسانية في الجولة الأولى ما تكلمش على مساعدات تدخل قطاع قطاع غزة عبر معبر رفح ما تكلمش المرة دي هو جاي يتكلم على كده المرة دي جاي يتكلم على هدنة إنسانية دائمة وجاي يتكلم على حضرتك ممكن قطاع حضرتك هدنة إنسانية دائمة دي حاجة غير وقف إطلاق النار آه طبعا وقف إطلاق النار ده بيبقى بقى حضرتك وقف إطلاق النار ده حاجة أكبر ومعناها أن الأطراف المتحربة اتفقت على وقف إطلاق النار توطئة لبحث بقى في الحل السياسي أو توطئة لكيفية التوصل لاتفاق بين الأطراف المتحربة لإنهاء أسباب الحرب لكن الهدنة الإنسانية الهدنة الإنسانية دي لأن العالم كله حتى العالم الغربي والصحافة الأمريكية والصحافة البريطانية والصحافة الفرنسية كلها بدأت تتحدث عن هدنة إنسانية دائمة وسريعة ودوة التعبير ده متاخد ومنقول من قرار الجماعية العامة صحيح إنسانية هتتتصارع وقد تصل وقد تصل إلى مئة شاحنة في اليوم وده اللي احنا شفناه أمس يعني ما في القطع الكلام حضرتك هو حديث الهدنة الإنسانية هو الحديث اللي بنشوفه في عواصم كثيرة جداً أوروبية والولايات المتحدة بدأ يعني يصعد بشكل كبير نتيجة ضغط شعبي وضغط الرأي العام ونتيجة أيضاً للمجازر اليومية التي ترتكب في قطاع غزة إذا انتقلنا من موقف الولايات المتحدة اللي حضرتك وصفتوا أنه هو موقف فاضح ويعني منحاس تماماً لإسرائيل مخزي 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 للأسف الشديد ولأول مرة يعني اجتماع مجلس حرب كما ذكرت ووقع لم تحدث من قبل إلى مواقف أخرى أطراف دولية أخرى زي الاتحاد الأوروبي مثلاً بدأت النبرة هل تتغير في بعض العواصم احنا شوفنا مبارح وثيقة أوروبية بتتحدث عن ترتيبات الأوضاع ما بعد غزة فكرة الحماية الدولية أو الانتداء يعني وضع أكثر من طرف دولي وأن تكون غزة تحت الوصاية أو الحماية الدولية شايف الأصوات الأوروبية إزاي وموقف الاتحاد الأوروبي أوروبا منقسمة على نفسها وكما تعلمون حضراتكم أنه كان فيه قمة أوروبية يوم الخميس وجمعة الماضية وصدر عنها بيان بعد مدولات وخلافات في وجهات النظر قبل أن أقاد قمة وخلال المناقشات اللي دارت في القمة حول العناصر الأساسية لتحكم المواقف الأوروبي ففي البيان دوت طلبوا بهدنة إنسانية دائمة والمساعدات لكن لم يتحدثوا عن وقف إطلاق النار لأنه أما نجي نحلل الموقف الأوروبي الموقف الأوروبي في إزاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة زي الموقف الأوروبي زي الوضع في أوكرانيا هو موقف تابع للإدارة الأمريكية يعني كان فيه بعض الدول الأوروبية ومن ضمنها فرنسا بتتحدث قبل هذا العدوان على أن أوروبا يجب أن يكون لها يعني قرارها الاستراتيجي الخاص به هذا كان طموح بيتكلموا عن كده بس موقفهم في أوكرانيا وموقفهم بقى الأخير بالنسبة للعدوان الإسرائيلي على غزة ندل على شيء يدول أن أوروبا اليوم ليست هي أوروبا جنرال دوغول ولا لاست هي أوروبا جاك شيراك لا دي أوروبا ولا أوروبا بيان البندقية في يونيو عام 1980 اللي كان أول مرة يصدر بيان رسمي عن الدول الأوروبية اللي كانوا ساعتها المجموعة الأوروبية وفيما بعد الاتحاد الأوروبي اللي بيتعامل فيه مع القضية الفلسطينية ببعدها الوطن لا أوروبا النهاردة ليس هذا اللي بيدير المعركة كلها حضرتك هي الولايات المتحدة الأمريكية عشان كده المكالمة التليفونية اللي تمت بين السيد الرئيس والرئيس التانية اللي كانت أول أمس والعناصر اللي وردت فيها هي بتعكس الموقف المصري يعني إذا حضرتك حللت إذا حضرتك حللت العناصر أو الموضوعات اللي تم منخشتها هي كلها حضرتك بتتفق مع موقف مصري فيه طبعا ما كانش فيها وقف إطلاق نار لأن الولايات المتحدة حتى أمس زي ما حضرتك قلت لا تتحدث عن وقف إطلاقنا بحجة أن ده هيخدم حماس بالضبط لكن كان فيه عناصر أساسية فيها أنا حذكر ثلاثة أو العنصر اللي هو المساعدات الإنسانية تدخل بسرعة وبصورة فورية وده تحقق العنصر التاني أنه الولايات المتحدة الأمريكية بتتفق مع مصر معارضة التهجير القصري للمواطنين الفلسطينيين وفي مكالمة أمبارح مع بين بايدن وبين الملك الأردن برضو أكد هذا أكد علي العنصر التالت بقى حضرتك وده بيتطفق تماما مع الموقف المصري هو أنه مصر والولايات المتحدة الأمريكية هيتعاونانا في تنفيذ حل الدولتين إذا حللنا إذا حللنا كل ما جاء في هذه المكالمة التليفونية بين السيد الرئيس وبيدن هنجد أن الموقف المصري منذ اليوم الأول فرض نفسه على الأجندة الدولية هل الموقف المصري وشدة الحسم اللي بيتكلم بها سيدة الرئيس منذ البداية أنه لا مساس أبدا بالثوابت المصرية ولا مساس أبدا بالأراضي المصرية وفي نفس الوقت مع حل الدولتين لإيجاد حلول للقضايا الفلسطينية ده ساعد في تخفيف حدة الخطاب الأجنبي اللي كان بيتم التعامل به يعني إحنا شفنا ومازال الموقف على الأرض إلى الآن أن مكرام مثلا لما كان بيزور مصر كان بيتكلم في أنه هناك مهاجمة لكل ما هو يهودي فقط لأنه يهودي ويتكلم فيه حاجات من هذا القبيل ولكن نهاية المباحثات أنه سمح أو بعت طيارات للمساعدات الموقف الإنساني تغير حتى وإن لم يتغير الموقف السياسي هو الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي تجاه العدوان الإسرائيلي أو الحرب الإسرائيلية الخامسة على قطاع غزة حتى هذه اللحظة لم يتغير في بعده الإستراتيجي ويقوم على مبدأين والمبدأين غلط مبدأ الأول حق إسرائيل في الدفاع النفسها أو المبدأ وده مبدأ خاطئ ما كل الدول الفرنسطينيين عندهم حق للدفاع عن نفسه ولهم حق ده شعب تحت الاحتلال وله كامل الحق في مقاومة الاحتلال ده المبدأ الأول المغلوط لأمريكا وأوروبا دايما حق إسرائيل في الدفاع النفسها المبدأ الآخر هو أنه يجب القضاء على حماس وده مبدأ مغلوط لأن نفس الأمريكان بيتشككوا في قدرة إسرائيل في القضاء على حماس أيوة ممكن ممكن هتحدي منه قدرات العسكرية لحماس لكن لن تقضي على حماس وإذا افترضنا جدلا أن أنت نجحتي في القضاء على حماس أنت بهذا العدوان الشرس بتغذي حماس أخرى أنت بتؤدي إلى التمهيد لزهور حركات مقاومة أقصر تطرفا من حماس وبعدين عندما يتحدثون عن حماس طب أنتوا عندكم فكرة هي حماس دي إيه بالضبط حماس في زراع العسكري وحماس في الإدارة اليومية الإدارة الحكومية اليومية في القطاع ثم هناك الخلفية التاريخية لحماس حماس موجودة مش كتنظيم مش كحركة مقاومة حماس كفكرة موجودة في قطاع غزة من 1973 الشيخ أحمد ياسين في 1973 أسس جمعية خيرية جمعية ذات التوجه إسلامي من 1973 من 1973 حتى تأسيس حماس حركة المقاومة الإسلامية تمام كده حتى الإعلان عن تأسيسها في عام 1987 كان في الاحتلال الإسرائيلي في ظل الاحتلال الإسرائيلي فحماس موجودة أحب بقى أقول لحضراتكم حاجة بقى بالنسبة بقى لحماس والنهاردة نتانياهو بيقول يجب القضاء على حماس لا نتانياهو نتانياهو شخصيا في اجتماع مع الليكود الحزب اللي هو بيتولى رئاسته قال نحن الدعم المالي الحماس ده يؤدي إلى عدم قيام الدولة الفلسطينية قال لهم لأن الدعم المالي الحماس ده بيقوي حماس في قطاع غزة وبيعمق الانقسام بين حماس وبين السلطة الوطنية الفلسطينية وهذا الانقسام الفلسطيني يعرقل إقامة الدولة الفلسطينية نتانياهو منذ اليوم الأول من تولي رئاسة الحكومة الإسرائيلية في عام 1996 وهدفه غير المعلم هدفه غير المعلم هو عدم السماح بقيام دولة فلسطيني وده كمان يدفعنا الفكرة أنه تاريخيا سعد سفير ما فيش حركة مقاومة بتهزم يعني تاريخيا دائما حركات المقاومة في النهاية حتى لو الأمد طال بتنتصر على المستعمل وده وقاءة كثيرة جدا لو تكلمنا عنها لما نجي نتكلم على الموقف العربي لأنه مهم جدا أننا في لحظة تاريخية دقيقة أعتقد لم تمر بها المنطقة من قبل فكرة هذا العدوان بهذا الشكل الصارخ والمغزي زي ما حضرتك سميته بيتطلب موقف عربي قوي وحاسم وموحد في دعوة لعقد قمة عربية طريقة في الرياض خلال الأيام يعني خلال الأيام يوم 11 نوفمبر ما المطلوب عربيا يا فندم ما الذي يمكن أن يقدم خلال هذه القمة ليعكس موقف عربي موحد يمكن أن يكون ضاغط على عواصم صنع القرار في العالم سؤال أحييت عليه العالم العربي وإحنا قدامنا نموذج نموذج كيف تعامل العالم العربي مع حرب أكتوبر منذ نصف قرن وإزاي الموقف العربي والتضامن العربي والصمود العربي في حرب أكتوبر وما بعد حرب أكتوبر أدى إلى تغيير في المعادلة الدولية الخاصة بالمواقف الأمريكية والأوروبية تجاه الصلاع العربي الإسرائيلي اليوم ينبغي على العالم العربي طبعا العالم العربي النهاردة بعد الربيع العربي مش هو العالم العربي الذي كان قائما منذ خمس عقود يعني عشان لكن لكن أبسط مثال العالم العربي يعمل إيه العالم العربي بلغ الإدارة الأمريكية إذا كنت أنت يا إدارة بايدن كملت سياسة إدارة ترامب فيما تسمونه بالاتفاقيات الإبراهيمية هذه الاتفاقيات لن يتم تطويرها إلا برفع إسرائيل اللي احسرها عن قطاع غزة ده أبسط طلب أبسط طلب سيد محمد بسبب الإخلاءة فندم يعني عفل مقاطعة برضو السؤال أنا أسفل فكرة أنه إزاي أمريكا بتتجاهل مصالحها تماما في المنطقة وحلفائها يعني عندها مصالح مهمة مع دول عربية كبرى ومع أطراف إقليمية مهمة بتتجاهلها تماما لمصلحة إسرائيل يعني تحليل حضرتك لهذه اللحظة أنه أمريكا لا ترى إلا إسرائيل في المنطقة حضرتك بالنسبة من وجهة نظر أمريكية الموضوع مش بيطرح كده يعني النقطة اللي حق أسرتها دي مرة أسيرت مع مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية حضرتك تعرف ردهم كان إيه الولايات المتحدة الأمريكية تعرف أين مصالح طبعا ده مصالح مع السعودية ومصر ومع الدول هي أمريكا إسرائيل إسرائيل حضرتك زي بالزبط أوكرانيا بالنسبة لولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا بالنسبة لروسيا في الفكر الإستراتيجي أو التقديد الإستراتيجي الأمريكي دولة بتحصل على كل الدعم والمسندة السياسية والمعنوية والعسكرية والمالية دولة في شرق أوروبا على حدود روسيا ودولة في قلب العالم العربي لتحقيق الأداف الأمريكية والرئيس بايدن إحنا مباشر معنا سعادة السفير من معبر رفح عربيات الإسعاف وعربيات الإندادات وهي بتعبر المعبر وهي مصطفى نحيي قرار الحكومة المصطفية بممتاز صراحة بممتاز صراحة استقبال الجرحة الفلسطينيين من قطاع غسل إحنا نبارح الخبر كان مهم جدا مننا اللي هو استقبال حوالي 81 مصاب فلسطيني إصابات خطيرة صعب أنه تقدم له العلاج الطبي داخل القطاع زي ما احنا شايفين دلوقتي الصورة أعلى المساعدات الإنسانية سعادة السفير اللي بتدخل ده لا يتمثل يعني ضغط دولي على أنه الناس عمالة تقول أن المساعدات الإنسانية لا تمثل أقل يعني لا تزيد عن 3% من اللي محتاجات بالفعل قطاع غزة كل ده مفيش حد دوليا قادر يمارس مزيد من الضغط لدخول المساعدات إنسانيا مدام تشدقون بالإنسانية يعني ما اتفهم حاجة تماما موقف الولايات المتحدة الأمريكية اختلف بعد المكالمة بين السيد الرئيس والرئيس الأمريكي جو بايدل وكما قلنا أن بلينكين أمس أعلن أنه المساعدات الإنسانية هديد وحتصل إلى 100 شاحنة في اليوم وحضراتكم عارفين أن قبل العدوان الإسرائيلي على غزة كان 500 شاحنة تقريبا بتدخل قطاع غزة يوميا لكن إحنا كمصريين وكعرب وكمسلمين أيوة نطالب بالهدنة الإنسانية وأن المساعدات الإنسانية لكن الموضوع لا ينبغي علينا أن نختزله في المساعدات الإنسانية أنا كنت عايزة أسأل حدركة السؤال هل بيتم تحويل القضية بشكل أو بآخر من قضية تقرير مصير وقضية سياسية لقضية مساعدات إنسانية والموضوع بيتم تحويله لشكل مختلف هو الغرب الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا اختزلته في المرحلة الحالية في المساعدات الإنسانية لكن مصر رفض تماما بتتحدث عن وقف إطلاق نار وحل الدولتين وحل الدولتين ومصر حتستمر في المطالبة بوقف إطلاق نار وبحل الدولتين وقرار الجماعية العامة إذا حضرتك روحته لقرار الجماعية العامة هو بيتحدث عن هدنة إنسانية دائمة وفورية ومستدامة توطئة لوقف الأعمال العدائية جميل فالموقف المصري والموقف العربي وده اللي أتوقعه من القمة العربية الطريقة التي دعا إليها رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس إنه هو حيركز على وقف إطلاق نار لكن زيارة بلينكين للمنطقة المرة دي هي جاية أتصور أتصور طبعا تأكيد الدخول للمساعدات الإنسانية لكن أنا أتصور إنه حيبقى فيها جزء كبير هي برضو قبل القمة العربية الطريقة حيبقى فيه عنده هدفين الهدف الأول ده هدف مكرر ألا وهو عدم اتساع المواجهة في المنطقة وهيطالب الدول العربية إن هي تبزل جهدها الدبلوماسية لعدم اتساع المواجهة في المنطقة جميل أرس عايزين نذكر برضو السادة المشاهدين الصور نحن شايفينها مننا على الهواء مباشرة من معبر رفح وإدخال سيرات الإسعاف من الجانب الفلسطيني إلى الجانب المصري ونقل المصابين للعلاج على الأراضي المصرية وزي ما أكدت بعض المصادر بالأمس على إنه مصر سمحت النهاردة باستقبال الجرحة الفلسطينيين يعني أصحاب الحالات الخطرة للعلاج في المستشفيات المصرية وزي ما احنا شايفين الصور على الهواء دلوقتي دخول سيرات الإسعاف وهي تنقل الجرحة الفلسطينيين البعد الإنساني حاضر وده ثابت من الثوابت الخاصة بالمقربة المصرية أو السياسة المصرية للأزمة في غزة البعد الإنساني يعني مصر من أول يوم يعني تعرضت لضغوط عشان تفتح معبر رفح هو كان مفتوح لكن ده اللي طلب منها من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبي إنه تفتح معبر رفح وبعد الدول فأسي عشان مرور مزدوج جنسي ومرور الأجانب بمختلف جنسياتهم اللي بيحملوا جنسية مزدوجة فمصر ردت من اليوم الأول صراحة كان موقف قوي جدا إذا كنا هنفتح معبر رفح أو إذا كنا هنسمح بمرور الأجانب في نفس الوقت بالتوازي مع ذلك بالتوازي مع ذلك وخدوا بالكم التوازي مع ذلك مش بالتتالي لا بالتوازي إنه نتخش المساعدات الإنسانية ساعتها الولايات المتحدة الأمريكية ولا أي دولة أوروبية كانت بتتحدث عن مساعدات الإنسانية اليوم اليوم بيتحدثوا عن مساعدات الإنسانية لكن الموقف المصري مش بس يعني المساعدات الإنسانية ديت حضرتك ده فرع صحيح لكن الأساس هو وقف العدوان الأساس جوهر الموقف المصري الرسمي اللي هو بيحكس حضرتك الرأي العام المصري يعني فيه تناغم بين الرسالة اللي بتصدر من القيادة أو من الدولة المصرية وبين مشاعر الشعب المصري وده اللي احنا شفناه يعني مبارح حتى في مشهد في سينة مبارح لما شفنا مؤتمر وزيارة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى منبولي بصحبة سبع وزراء إلى الكتيبة 101 واجتماعه مع مشايخ وعواقل سيناء كان فيه حالة من الاستفاف الشعب أو التوحد وراء القيادة السياسية في هذه اللحظة احنا مهم جدا أن نؤكد على الرفض التام للتهجير الرفض التام لأي سيناريوهات محتملة لوطن بديل أو وطن مصطنع داخل سيناء وترحيل الفلسطينيين فده من الثوابت اللي من أول يوم من الحرب القيادة السياسية أو الدولة المصرية بتؤكد المبدأ الثاني أو الهدف الثاني لجولة بلينكين هو الحديث مع الدولة أولا يأخذ رأيه إسرائيل لأنه في إسرائيل أعلنوا أمس ولأول مرة أنهما بدأوا يعدوا دراسات على الفترة على قطاع غزة وكيفية إدارة قطاع غزة بعد أن تتوقف الحرب فبلينكين هدفه الثاني هو يتحدث مع الإسرائيليين يتعرف على تصوراتهم ثم يذهب إلى العواصم العربية التي يزورها يناقش الأفكار الإسرائيلية بس وكأنها أفكار أمريكية مع الدول العربية الفترة ما بعد انتهاء الحرب وكيف سيتم لأن النهاردة الفكر الأمريكي كله كيف سنتعامل مع قطاع غزة ومن يتحمل مسؤولية إدارة قطاع غزة وفي سيناريوهات كثيرة عرضت واحتمالات كثيرة إزاي حيكونوا عليه شكل القطاع بعد انتهاء الحرب أو في اليوم التالي لانتهاء هذه الحرب شكرك شكرا جزيلا دايما بتشرفنا شكرا على الاستضافة وتحية للشعب الفلسطيني الصامد أمام العدوان الإسرائيلي شكرا شكرا جزيلا سعد سفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق صباح الخير صباح الخير يا مصر لسه مع حضراتكم مشاهدينا صباح الخير معاكم نروح لفاصل سريع ونرجع مرة تانية وصباح الخير يا مصر من جدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية صباح الخير يا مصر الحقيقة مشهد مبارح في سينا كان مشهد عظيم جدا مشهد رائع بيقول لنا أن البلد دي بلد قوية وعفية وبهية في نفس الوقت حالة من حالات الاستفاف الشعبي وحالة من حالات التأكيد أن مصر قادرة على البناء والتعمير بشكل يومي وبشكل حقيقي بخدمة المواطن في سينا وخدمة المصريين كلهم جمال حمدان صاحب كتاب شخصية مصر العبقري كان بيصف سينا بأنها مصر الصغرى هي مصر المصغرة وشفنا المشهد دان بارح رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مع سبعة من الوزراء في الكتيبة 101 ولقاء خاص مع شيوخ وعواقل سينا وتتشين المرحلة الثانية للتنمية وتطوير سينا تفاصيل أكتر هنعرفها مع حضراتكم والمشهد ده إزاي نقرأه وإزاي فعلا نشعر أنه سينا هي خط الدفاع الأول البوابة الشرقية لبلدنا معانا على الهواسة اللي هو علي حفظي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق منورنا ومشرفنا في صباح الخير مصر صباح الخير على حضرتنا صباح الخير مشهد مهم جدا شفنا مبارح كلنا كمصريين كده يعني فرحنا ورفعنا رأسنا أن رئيس الوزراء سبع وزراء الحكومة كلها أجهزة الدولة موجودة على أرض سيناء عند معبر رفح بتدشن مرحلة جديدة ثانية في تطوير شمال سيناء بعين المصري أولا وبعين محافظ كنت مسؤول في يوم الأيام على المحافظة شفت مشهد مبارح إزاي هو يمكن الحقيقة حضرتك وأنت بتقدم اللقاء ده الحقيقة تطرقت إلى المفكر والباحث والمصري العظيم جمال حمدان ده محافظتك قلت أن سيناء بالنسباله في وصف عبقارية مصر أن سيناء تمثل كأنها مصر أخرى صحيح ده بالعكس قال كمان كلمة الحقيقة أنا ترصخت في زهني دائما وابدا عندما يذكر اسم سيناء بتتذكر هذه الكلمة اللي قال فيه أن سيناء تمثل قدس الأقدس لمصر جميل تخيل بالا ما أقول قدس الأقدس ماذا تعني قدس الأقدس يعني شيء غالي أوي صحيح شيء غالي أوي لمصر ليه شيء غالي أوي لمصر ما هلازم برضو الموضوع التاريخي نبقى عارفينه طبع لمنعوش ننظر للحضر بس دون ارتباط بالماضي والنظرة للمستقبل طبع سيناء على مر تاريخي كانت تمثل الدرع الذي يحمي مصر من غزوات الطمئين يعني على مر تاريخ مصر منذو أحمص حتى وقتنا هذا خلاص هكسوس والتطار والرمان الزم هاقول الهكسوس والحيسيين والتطار والمغول والبطلمة والرمان والفريسيين والإنجليين والإنجليين والأصمانيين واخبار حضرتك والصهاينة والإرهابيين واخبار حضرتك فكان دايما سيناء هي أنا مش عاوز أقول كلمة البواب لا سيناء هي الدرع صحيح الدرع الذي كان يحمي مصر على مر التاريخي نقطة مهمة برضو لأستاذة المشاهدين عشان نقيم الأمور بشكل من الواقعية وليس بالعاطفة فقط يعني إحنا شايفين حجم العمران والتنمية اللي بتتم على سيناء ده كتير أقول لك الله أنتوا لسه بتفكروا فيها دلوقتي ما أنتوا سايبينها من زمان مش قادرين نتخيل إن في فرق ما بين سيناء المرتبطة بالتاريخ سيناء التاريخ وسيناء المولود الجديد دول في فأنا بفرق ما بيلي اتنين خلاص سيناء المرتبطة بالتاريخ دي كانت موجودة على مر تاريخ مصر منذ المصريين القدماء حتى أكتوبر تلاتة وسبعين يعني ألاف السنين دي كانت سيناء تمثل هي الأرض العظيمة اللي من خلالها أبناء مصر يدفع عن مصر ويحرموا من يطلع في خيرات مصر أن يدخل مصر في نقطة مهمة ست اللي هو من 2014 أحنا متكلم على 9 سنوان أنا أعود أكمل للحتة دي عشان صورتك تامل فضل أفن إذا لغاية أكتوبر تلاتة وسبعين كانت هذه البقعة من أرض مصر وغالية تمثل الحصن والذرع الذي يعميها من أطمع وغذات الآخرين إيه بقى اللي عملته أكتوبر تلاتة وسبعين أكتوبر تلاتة وسبعين لقامت الطرف المعادلين درس جعلته يتحول إلى السلام بالتحول إلى السلام أصبحت سيناء مولود جديد يعني عمره بقى نجي نقول إيه؟ بعد ما وصلنا إلى التفاقية السلام في 9 سنوان يعني من بداية كده التسعينات بدأت تبقى سيناء المنظور الاستراتيجي لسيناء تغير صحيح بدل ما كانت هي أرض المعارك والحرب والدفاع على مصر تحولت إلى الله دي سينة دي أرض الخير صحيح كيف تحول بقى المنظور من منظور عسكري للقتال والدفاع إلى منظور للعمران والتنمية جميل اسمح لي في النقطة دي لأنه هذا المنظور مهم جدا لكن للأسف الشديد من 2014 ودي نقطة عايز أثرها مع حضرتك أنه كان في حرب ضد الإرهاب وكان في عمليات إرهابية بتحصل في سيناء بالرغم من ويلات الإرهاب على مدار سنوات والحمد لله يعني السيد الرئيس في فبراير الماضي أعلن يعني أنه سيناء أصبحت خالية وتم القضاء تماما على كل البقر الإرهابية لكن السؤال هنا أنه بالرغم من عمليات الإرهاب إلا أنه الجانب التنموي أو جانب التعمير كان مستمر يعني يد كانت بتحمل السلاح في وجه هؤلاء ويد أخرى كانت بتبني وتعمر عشان هو ده الهدف في حماية الأرض لازم أحميها بالبنى والتعمير ولا أتركها خالية ماذا كان الحياة قرار استراتيجي على مستوى القيدة السياسية يعني أعتبر من القرارات النجحة جدا الحياة لأن النجاحه فعلا كان له رؤية أن التنمية صحيح سلاح رئيسي في مقاومة هذا الإرهاب زي الجيش بصدر التنمية لا تقل أهمية عن العمل العسكري الذي وجه هذا الإرهاب صحيح ودي على فكرة من الحاجات العظيمة اللي كانت في الفترة اللي حضرتك بتذكرها دي أنا بسميها بقى إحنا المولود الجديد ده كان ابتده في التسعينيات قلنا المشروع القومي اللي تنمية سينا وابتدت العجلة تدور زي ما يبقى عندك ابن جديد بتبتدي تدخله المدرسة الأول ويتبتدي تعلمه شوية ويكبر شوية شوية مش كده الحقيقة الطفرة اللي حصلت بقى إحنا بقول مع عمرها كان بقى لو حسبنا كده هلا في التلاتينات يا دوم هتوصل تلاتين سنة مش كده صحيح آخر عشر سنين ما جرع على أرض سينا بصفتي تحيش على أرض سينا أقول سنوات طويلة منذ بداية تخرجة من كلها الحربين ويتسمح لي برضو عشان لأسادة المشاهدين ما نتكلمش برضو كوي على طول كده نركز في الجوانب العسكرية يعني يعني بقولهم نفسي حد يتصور سينا دي قد إيه بساحة هدي حد يتصور إن كنا بتذكر سينا دي للمعظم يعني متخالين أنها بقعة أخرى كده من الأقالين مصر واحد وستين ألف كيلو هي دي واحد وستين ألف ستة في المية من مساحة مصر دي أنا هشبهها بتجريب بسيط أب تخيل أنت المسافة من السكندرية لغاية بورسعيد يبقى أنه حاولنا نتحرك شرقا من السكندرية لغاية بورسعيد ومبعدين لو حاولنا نحرك جنوبا من السكندرية لغاية المينيا من بورسعيد لرفح كده من بورسعيد لسينا جنوبا كده يعني شوف بقى المساحة قد إيه خلاص المساحة دي كلها دي بكل خيراتها دي لما كانت أرض بيدور عليها المعارك هل كانت هناك أي مظاهر للحياة التنموية في ذلك الوقت ما كانش فيه يعني أنا عايشش نفتيكي كنا نشرب مية منين أفندي كنت في وسط سينة ما كانش فيه مية صالحة للشرب ما فيش مية ما فيش مية مية أنا مش هكلم بها على الإسكان والعمران والخدمات وتقول لا لا بقول مية خلاص تخيل وإحنا في وسط سينة عشان تشرب مية كان عندي عربية لوري فيها ضف انتص مية المكاعدة تخيل أبعث أجيب المية يا إمه بالسويس يا إمه من اسماعلي مية وعشرين كيلو بالسويس من جوه سينة عشان نشرب مية عشان نشرب مية خلاص كلمة لا أنساها من الزباط اللي كنت مسؤول عنهم كانوا يقولولي كده يا سيادة النقيج نفسنا في لقمة خضرة لقمة شاف كلمة لقمة خضرة ليه؟ يعني مشوفوش حاجة خضرة خالص بناخد علم التعيين وإحنا في العريش كنا نستنى القطر اللي جاي اللي كان بيطلع لغاية غزة أخرو بيبقى فيه عربية فنتص فيها مية علشان كل واحد ياخد جيرك المية لأن ده يدوم هتقدر تشرب كوباية شاي أو تشرب قمية لأن الأبار نسبة المروحة عالي يعني محدش يتخيل كان الوضع إيه؟ خلاص تخيل أنت بقى دلوقتي معلش محترم كده كان اللي هو علي بيقوله ده كلام من من أهل الكهف مثلا اللي جرى المهاردة على أرض سيادة البنية التحتية مختلفة تمام امبرح دولة رئيس الوزراء مصطفى مدولي قال خلال العشر سنوات الماضية من 2014 كان التركيز كله على البنية التحتية في سينة يعني شبكة الطرق ومحطات الصرف والمياه وأكتر حاجة تم انفقها نحنا بنتكلم بلغة الأرقام حوالي ستمائة مليار جنيه مصري من 2014 على البنية التحتية دي المرحلة الأولى لتطوير سينة وحتى هو قال ان المرحلة الثانية بتدشن ببداية بقى العمل التنموي وإنشاء مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية أكثر اسمح لي بس حضرتك نروح دلوقتي يعني حان وقت موجز الأخبار موجز التسعة صباحا ونرجع نكمل كلامنا المهم جدا مع سات اللي هو علي حفظي يعني محافظ شمال سيناء الأسبق وكلام مهم عن صورة سينة أو وجه سينة إزاي اختلف نروح دلوقتي سريعا لهالة الحملاوي وموجز التسعة صباحا إليك هالة شكرا محمد التأسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت برينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جانبا من قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية المتمركزة بمنفذ رفح البري انتظارا لعبورها إلى الجانب الآخر وخلال زيارته لمحافظة شمال سيناء توجه رئيس الوزراء بالشكر لقيادات المجتمع المدني داخل مصر وخارجها والحكومات التي حرصت منذ اللحظات الأولى على تقديم مساعدات لأهالي غزة نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية قولها إن مصر قررت استقبال 81 جريحا من الإصابات الخطيرة بقطاع غزة عبر معبر رفح للعلاج في مستشفياتها وأشارت الوكالة الفرنسية نقلا عن مصادر طبية إلى إقامة أول مستشفى ميداني على مساحة 1300 متر مربع لاستقبال الجرح الفلسطينيين حال وصولهم إلى مدينة الشيخ زويد أدانت مصر بأشد العبارات لاستهداف الإسرائيلي اللا إنساني الذي طال مربعا سكنيا بمخيم جباليا مما أصفر عن سقوط ما يزيد عن 400 مدني ما بين شهيد وجريح وفقا للتقديرات الأولية وفي بيان لها أكدت وزارة الخارجية أن ذلك يعتبر انتهاكا صارخا جديدا للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يزيد الأزمة الراهنة تعقيدا وينذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات وحذرت مصر من مغبة استمرار تلك الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجأون إليها هاربا من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل وقعت اشتباكات ضارية شرق خان يونس بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من استهداف عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية أثناء توغلها في قطاع غزة وأكبرتها على التراجع وكبدتها خسائر في العتادي والأفراد من جانبه اعترف جيش الاحتلال بمقتل تسعة من جنوده في مواجهات مع المقاومة يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه شركة الاتصالات الفلسطينية من قطاع الاتصالات وخدمات الانترنت تماما بقطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة استشدى فلسطيني برؤسس قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة طول كرم هذا وقد واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية طوال الليل على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن القصف استهدف مناطق خان يونس وجنين وقال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن خمسين فلسطينيين على الأقل استشهدوا في قصف جوي لمخيم جباليا للاجئين شمال غزة كما أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن ما لا يقل عن 8525 فلسطينيا من بينهم 3542 طفلا استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الجاري قال المفاوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي إن الجولة الأخيرة والأكثر دموية من الصراع العنيف جراء العدوان الإسرائيلي على غزة تهدد بإلحاق عواقب كارثية بالمنطقة ككل وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي أضاف جراندي أنه لن يكون هناك سلام في المنطقة وفي العالم دون حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بما في ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وأضاف جراندي أن الأسبوع الثلاثة الماضية قدمت دليلا مدمرا على أن تجاهل القواعد الأساسية للحرب بما فيها القانون الدولي الإنساني أصبح على نحو متزايد هو القاعدة وليس الاستثناء مع مقتل المدنيين الأبرياء بأعداد غير مسبوقة احتج متظاهرون ضد وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين على الحرب في غزة خلال اجتماع في مجلس الشيوخ لطلب مساعدات لأوكرانيا والإسرائيل ورفع صف من المحتجين أيابيهم ولطقة باللون الأحمر في الهواء احتجاجا على الحرب ولاحقا أخرجتهم شرطة الكونغرس من الغرفة بعد أن رددوا هتافات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة أعلنت حكوبة تشيلي أنها استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور ردا على انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في غزة وقالت وزارة الخارجية التشيلية في بيان لها إن تشيلي تراقب بقلق العملية العسكرية الإسرائيلية التي تشبه في هذه المرحلة معاقبة السكان المدنيين الفلسطينيين وإن أفعال إسرائيل في غزة لا تحترم القواعد الأساسية للقانون الدولي يأتي هذا في وقت أعلنت فيه حكومة بليفيا قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة انتهى موجز التاسعة وعودة لزميلي محمد هنا في الستوديو لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر شكرا لك هالا مرة أخرى مشاهدينا بنعود إلى الستوديو مع ضفنا الكريم اللي مشرفنا في صباح الخير يا مصر اللواء علي حفظي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق والحديث عن تنمية سيناء وقرار الدولة المصرية اللي تجسد مبارح بزيارة رئيس الوزراء مصطفى مدهولي إلى سيناء والحديث عن تخصيص حوالي 400 مليار جنيه في خمس السنوات المقبلة لتنمية سيناء في كافة القطاعات وفي كافة مراكز شمال سيناء تحديدا نتكلم على رفح والشيخ زويد والعريش وبير العبد ونخل وكمان الحسنة ست مراكز رئيسية في شمال سيناء مرة أخرى بصبح على ضفنا الكريم اللي منوارنا ساتة اللواء وعايز أكلم سيادتك عن المواطن السيناوي أهلنا في سيناء لأنه كان لافت جداً مبارح رئيس الوزراء وهو بيقول أن كل المشروعات دي حينفذها فقط أهل سيناء وأهل سيناء تاريخياً وجهوا الإرهاب وقفوا طبعاً مواقف بطولية وطنية في مواجهة إسرائيل وغيرها من واقع قرب حضرتك وخدمة سيادتك ليه كمحافظ لشمال سيناء شايف الشخصية السينوية إزاي وأهلنا في سيناء إزاي لا هم أبناء سيناء الحقيقة تاريخهم مشرف الحقيقة على مدى السنوات اللي احنا تعايشناها معهم الحقيقة يمكن على مر سنين طويلة كانوا بيثبتوا دائماً أنهم على قدر من المسئولية والإحساس بحجم كان المخاطر اللي كانت بتتعرض لها سيناء على مر تاريخها ويمكننا بطبيعة عملي يمكن أن نستبقى قبل ما نبقى محافظ في شمال سيناء كنا نتعرف وحدات للإستطلاع شغلتنا أن احنا معلوماتنا الأساسية أو جهودنا الرئاسية كلها بتتركز على أنك كيف تتابع الجانب المعاني صحيح بكل أنسطة الحين فكان أهالي سيناء الحقيقة لهم دور كبير أو معانا في هذا المجال الحقيقة الوطني فكانوا فيه إخلاص وعطاء وفي نفس الوقت بنجد أن مطالب أهل سيناء الحقيقة نتيجة كانت الظروف الصعبة أنهم كانوا بيتكيفوا مع الظروف الصعبة اللي كانت موجودة وكانت مطالبهم محدودة للغاية لا تؤثر على جهود الدولة ودي نقطة مهمة أوي والحقيقة يمكن شعره كنت بشعر بالذلك الحقيقة بالجهود اللي بتبذلها الحكومة المصرية الحقيقة في المنظور التنموي تجاه سيناء لأن نعترف أن سيناء مرت بسنوات طويلة جداً أهملت؟ 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 لا هي مش أهملت برضو عشان ندقى الألفاظ لأن فيه يعني البعض يقول لك لا ما أنتوا سبتوها أهملتوها وما كانش فيه إهمال لا إحنا إحنا إنت زي ما حضرك تفضلت كده في الحديث إحنا متخيلين كان فيه زميل بي يتحدث مبارح يقولك حبيث يمكن الأخ يوسف مبارح في برسادة قالك عشان تحرك مع زميل لي من منطقة لمنطقة خنع ست سبع ساعات خلاص ما كانش فيه لبنية أساسية ولا بنية تحتية ولا خدمات عشان نقوم تكون الأمور واضحة إحنا متخيلين زي أي بقعة أخر مفيش بقولك كنا بنشرب الميا ببعة تجيب العربية تروح تجيب ميا باسمانية أو سويس عشان نشرب فبقول في الجزئية دي لازم نكون واقعيين سيناء على دوب السنوات الأخيرة دي عشان نبقى فاهمية من بداية المشروع القومي لزنمية سيناء ده التحول اللي ابتدى ابتدى بإيه بقى الدولة تحملت إيه مسؤولية زي ما قالهم بقى دور مصطفى الدولة تحملت مسؤولية إنها هي تبقى مسؤولة عن البنية الأساسية والبنية التحتية والخدمات يبقى دي مسؤولية الدولة إنك تجد لي طرق تجد لي الكبارة تجد لي الخدمات المختلفة تجد لي المستشفيات تجد لي المدارس يعني دي مسؤولية الدولة طيب طب إنت عشان تقيم مشروعات لابد من البداية يبقى البنية الأساسية وده اللي حصل في عشر سنين اللي فاتوا يبقى لازم الأول تتوفر البنية الأساسية والتحتية والخدمات وبناء عليها بتقيم المشروعات لأنه يقول له أنتوا ما خلطوش الناس تروح سيناء ليه؟ ما هو اللي حيروح سيناء ده لازم يعيش عيشة يبقى فيه شبك الطرق يبقى فيه تنقل من مكان لمكان آخر يأكل ويشرب ويتعايش ويتعلم ويروح المدرسة ويروح الجامعة ويبقى لما يلاقي مستشفى يتعالج فيها وهكذا يعني فبقول الجزئية دي كان في البداية التركيز على كده الحقيقة بقول يمكن مشروع القوم من تلمسينا عطى دفع وابتدينا وما نساش يا محمد لله كده يوم شوف أنت حيث تلمية أسلام أصرها فيها كنت حضرت عشان نفكر مشاهدين بالجامعة من السويس السويس أوليس معلية ما كانش في مية صالحة للشرب جوه سيناء خلاص السويس أوليس معلية اللي هنا أعرم حتى كمان يعني حتى مش من حيث المسافة كمان خلاص فباقي أقول لا تتخيل لا أنسى اليوم ده الحقيقة يوم ما لقيت مية النيل أيوة وصلت بتجري على أرض سيناء ما قدرش التمالك النفسي بطراحة يعني أقول إيه شوف اللي كنت بشعر ما نامشي قال لي معروية المية دي تيجي عشان نهار نيش ده ده متغير مهم جدا ساتد هو أقول له حرك عليه لأنه دايما حتى ده كان هاجس مسيطر على الدولة المصرية وانبارح حتى دكتور مصطفى مدبولي تكلم عنه أو أشار إليه إشارة سريعة فكرة إنه انعزال سيناء هو قال كده حتى بالنص دايما فيه بيثار إنه سيناء منعزلة فلازم ربط سيناء بالوادي بشكل كبير وإحنا شفنا ده بأكتر من مشروع يعني فكرة أنفاق الأنفاق اللي هم الخمس أنفاق في السويس وبرسعيد والإسماعيلية دي شرايين بتربط الوادي بسيناء عشان نعمر سيناء بالبشر والمشاريع أنا نفسي تسألني سؤال عكسي لو ما حصلش ده قد تقول لي إيه لما كانش فيه إنت لما كنت موجود ومعيشت قبل التحول ده وأثناء التحول ده وإنت مسؤول هل كنت بتحلم؟ بتحلم باللي حصل؟ أو بسأله الحضرتك سيناء آه خلاص اللي بيحصل ده بقى معنى كده بالنسبة لي أنا شخصيا كواحد تعيشت على دي الأرض وشاف الصورتين شاف الصورة تغيرت بعد كده؟ الشيء لا يصدقه هو عقل يعني ليه؟ لأن اللي بتشوفه دلوقتي طب هل انت شفت اللي قبل كده كان إيه؟ إحنا عشان نعدي الخناية زي ما انت قولت كده دلوقتي نستنى بقى الكمبيو ده لما المراكب كلها تعدي عشان المعدية يا دوب تقدر تعديك من الضفة الشرقية للضفة الغربية تستنى بالساعات كانت مشكلة عندي وأنا محافظ في شمال سينة أما كان أهلينا في سينة الحقيقة وفيهم بحتة الرغبة في إنهم يعملوا شيء كويس يعني أهالي سينة بالمجهود الذاتي الحقيقة من جورد الدولة من دحمتهم نجع في استصلاح حوالي 200 ألف فدان النهاردة الخوق والخضار والفواكه اللي كان بتنزل من شمال سينة دي ما همين اللي عمل دي؟ أهالي سينة طب ده خلينا اسأل حضرتك ما دي واحدة بس عشان الحتة دي طب انتاجوا انتاج طيبة عشان كان ينزل بقى للوادي عندنا خلاص لبقى المحافظات في الطرق الطرق وبعدين كمان يروح يتركن لغاية على الخناة علشان ينتظر دوره في المعدية عشان يعد كان فيه كميات كبيرة يمكن كمان بتتلف نتيجة عدم السرعة في نقلها إلى الضفة الأخرى يعني أقول إيه كان هناك معاناة صعبة في كل شيء أقولي في الأكل في الشرب في المعيشة في التعليم في الصحة كان الناس عشان تتعالج لازم ينزل لغاية الإسماعيلية أو ينزل لغاية القار ما كانش مستشفيات ما كانش موجودة يعني وأخبرها ما فيش حاجة اسمها جامعة عندنا جامعة العريش دلوقتي يعني أنا بدي أمثلة بسيطة خلاص لكن مرتبطة بحياة البشر فحقيقة اللي حصل كان كبدايات من الدولة من التسعينيات ثم هبطت مع بداية الألفية التانية ثم عشان للتاريخ أن قناة السويسي الجديدة اللي اتعاملت دي كانت بداية التحول مرة أخرى لاهتمام بسينا جميل طب عايز أسأل حضرتك يعني بواقع الخبرة وبواقع المشاركة بشكل أو الاشتباك بشكل مباشر مع حموم الناس هناك ومع واقع سيناء بوصفنا حضرتك عملت كمحافظ لشمال سيناء إيه هي المناطق الواعدة أو المساحات الواعدة الخاصة بالتنمية في سيناء يعني احنا مبارح تابعنا في المؤتمر الصحفي أنه فيه مشروعات في الصحة وفي التعليم وفي السياحة مقاومات سياحية بعين المحافظ وبعين القريب من هذه الأرض إيه أكتر مساحة واعدة جدا في المنطقة اللي حبتكلم هنا على شمال سيناء بشكرك للسؤال الحقيقة لأن السؤال له أبعاد كبيرة أولا مش مجرد الإجابة على المنطقة زي ما حضرتك عايزني أجاوم يعني قولي إيه أهمية سيناء بالنسبة لمستقبل مصر إيه أهمية سيناء بما فيها شمال سيناء لمستقبل مصر والأجالي الجاية حضرتك تعرف أن سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية ومحافظات فرسايد والإسماعيلية والسويس ده أهم أقاليم مصر لمستقبل مصر ليه تسأل كده ليه أقول آه لأن هذه البقعة من أرض مصر الغالية يتوفر فيها يا محمد كل مقاومات التنمية الشملة بكل أبعادها الزراعية والصروة السماكية والدجنية والتعدينية والتعدينية والصناعة والعمران والسياحة والطاقة وخبار حضرتك إذن وبعدين سوف سبحان الله تجد أن ما بين هذه المناطق وبعدها البعض في تكامل يعني ما يتوفر في شمال سيناء يكملوا ما هو موجود في جنوب سيناء الاتنين مع بعض يجدوا التكامل التنموي لو ربطتها بقى بقناة السويس الجديدة والمشراعات اللي بتقام مع برسايد والإسماعيلية والسويس لا 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 دي هتبقى الجسر الجديد للاقتصاد المصري لمستقبل مصر حضرتك شفت إزاي مبارح حضور رئيس مجلس الوزراء مع اتحاد قبائل سيناء لقاء مع المشيخ والعواقل داخل الكتيبة مية واحد الدلالة والرسالة لا هي دي بتبين اللحمة يعني هو قدي نموذج من النماذج أن إحنا مصريين في القواتش الشدة دي معلش محترامي كده بتبين اللحمة المصرية الحقيقة وإزاي الكل بيبقى على قلب رجل واحد الكل النهاردة بما فيها زي بقول كده من يعيش على أرض صيناء ومن يعيش خارج أرض صيناء الكل النهاردة بينظر إلى سيناء نظرة مختلفة ويشعر بمدى أهمية سيناء بالنسبة لمصر ولا مستقبل مصر وأهالي سيناء يعني أنا سعيد كان في بداية الحديث لما عدرتك قلت أن من ضمن القرارات اللي اتخذت أن يشارك أبناء سيناء صحيح أنا كنت أقول كده الحتة دي كان تمالي أحد الأهداف اللي حيب يركز عليها صحيح إن مش مجرد أن أنا أقدم له أوجه التنمية توجد حقيقة أفضل ليه لا أنا عايز هو نفسه يشارك ويشعر بقيمة صحيح العطاء اللي هو بيديه وانعكاس هذا العطاء على المجموقة كله في سيناء فالحقيقة كان بعتبره اللقاء طيب وفي الحميمية ما بين هالي سيناء والدولة ككل من حيث المطالب اللي موجودة ومن حيث الرؤية الموجودة ومن حيث المشاركة ما بين الكل ومصر دايما بقول إيه عايز تشوف مصر بتشوفها دايما في في الشدة أه في الموقات الشدة دي بتلاقي إيه بتبني اللحمة بق والأصالة المصرية بتطلع في في المواقف الصعبة طبعا إحنا كلنا بنتعاطف مع أشقائنا في فلسطين والظروف الصعبة اللي بيمروا بيها دي ونضع الله يعني إن الأمور موصر إذا حلول ومصر لا تبخى الحقيقة بأي جهد أي مصري أيا كان موقعه من أول كده رئيس الدولة إلى كل المصريين كلهم بيحاول أنه كيف يستطيع أن يقف ويدعم الأشقاء الفلسطينيين بشكل ما أو بآخر طب حضرتك بتشوف إزاي السيناريوهات أو ما يوثار من وقت لآخر بالتهجير أو فكرة تهجير الفلسطينيين إلى من قطاع غزة إلى سيناء أو ما يعرف بالوطن البديل أو اللي سماها مبارح حتى الأستاذ دياء رشوان في مؤتمر صحفي الوطن المصطنع قال إنه فلسطين لن تقبل بوطن مصطنع داخل سيناء النغمة أو النبرة اللي بتتحرك من دايرة إلى دايرة أخرى للأسف ومن يوم ليوم آخر وبتقابل برفض كامل أو يعني من أول القيادة السياسية إلى الرفض الشعبي والبرلماني على كل المستويات بشايفها إزاي يا فندم وشايف إزاي يمكن مواجهة ارتفاع هذه النبرة إنه إقبلوا بلاجئين وإقبلوا بفلسطينيين لفترة مؤقتة لحين انتهى الحرب خير مقبول يعني هذا الطرح أعتقد أن الكل زي ما حضرك تفضلت كده أبرز كده إن هذا الطرح أو وجهة النظر التي يطرحها الآخرون غير مقبولة ومش مطلوب إن إحنا حتى نتحدث فيها معلش كمبدأ إن إحنا عشان نستعيد أرض سيناء اللي سلبت في خمسة يوني سبعة وستين يا محمد أعدنا كم سنة كنت قلتت في اللقاء قريب قلت فيه الكلمتين دول أعدنا 22 سنة 22 سنة عشان نستعيد سيناء تاني لآخر شبر صحيح لغاية طبق 6 سنين صراعة 6 سنين صراعة أسكري 9 سنين صراعة سياسي سياسي دبلوماسي قانوني 7 سنين صراعة تحكيمي قانوني وخبر حضرتك 22 سنة عشان نستعيد آخر شبر من أرضنا فمبدأ إن يبقى فيه أي نوع من التنازل عن شبر من أرض مصر ده ده مرفوض من حيث المبدأ يعني لا يتم الحديث فيه خلاص طيب النقطة اللي حضرك بتصير هذه طيب الموقف ده كيف أنه جاء به ورأي الشخص كيف أنه دعم الصمود الفلسطيني يبقى دي نمرت واحد كيف أنه دعم لأن الصمود الفلسطيني بيحافظ على استمرارهم والحفاظ على أرضهم طيب وهم الحقيقة نفل في الجزئية دي لديهم هذه القناعة كاملة خلاص النقطة الثانية إن مفروض إن الموقف العربي معلش محترامي كده يبقى ليه فيه خطوة أكثر إيجابية بحيث يبقى ليها تأثير أما العمل المنفرد العربي ده معلش بجد أنه إيه تأثيراته محدودة فيه على الطرف الآخر الطرف الآخر يوم ما هيجد أن الموقف العربي له قوة تأثير ما بشكل ما أو الآخر تبقى للظروف المتاحة أكيد الحسابات تتدري إيه تتغير النقطة الثالثة والأخيرة إن الرسالة ستستمر دايما إحنا سنقدم للجانب الفلسطيني كل الده ونشجعهم ونقف جنبهم ونديلهم كل حاجة كيف يستطيعوا أن يحافظوا على أرضهم لأن الموضوع موضوع القضية مش حكاية حدة الأرض إن لو سابوا الأرض مش هيرجعوا للأرض فهي دي النقطة اللي إيه يجب أن نكون واضحة بالنسبان وبعدين أرجو إن إحنا نكون في الجزئية دي يعني إيه كمصريين إحنا بنتعاطف والحطة العاطفة عندنا جياشة خلينا إيه واللي بيحصل ده الحقيقة شيء ينال التقدير والإعجاب الحقيقة شوف كل المصريين بيحاولوا أقدموا الدعم إزاي للجانب الفلسطيني وكانت كلمات واضحة جدا من دولة رئيس الوزراء مبارح إنه مصر لن تسمح بتصفية القضية السياسية في فلسطين على حسابها ولن تقبل بأي وضع يفرد عليها كانت كلمات واضحة جدا ومتصقة جدا مع القرار أو مع ثوابت المقربة أو السياسة المصرية في هذا الملف أنا بشكر حضرتك جدا ونورتنا فعلا ساة اللي هو وشرفتنا لأن حضرتك بعين المحارب وبعين منعاش فترة طويلة وخدم في سينة نقلتنا صورة سينة كيف كانت وسينة كيف أصبحت يعني بعض الحاجات الحركة قلتها إزاي الصورة كانت قابل كده وإزاي دلوقتي سينة بقت مختلفة ده أنت كان نفسي تسألني تقولي طب وحيب أشكلها في عشرين ثلاثين عيب أشكلها في عالي من سنة أه في عشرين ثلاثين هتبقى سينة اللي كان نقول إيه تحدد مستقبل مصر يعني سينة التي تحدد مستقبل مصر هي اللي هنشوفها إن شاء الله في عشرين ثلاثين كنموذج من النمازج العظيمة لأبناء مصر المخلصين الأوفياء وبختن كلامي دايما بقول إيه يا محمد فرد عندما تجتمع العناية الإلهية مع الأصالة المصرية لأبناء مصر اللي بيحبوا مصر ما نقلقش على مصر شرفتنا يا فندم ساعدنا بلقائك وبحوارك الممتع ستلوق علي حفظي مساعد وزير الدفاع الأسبق ومحافظ شمال سيناء الأسبق نصبح عليك مرة تانية وصباح الخير على سينة وأهلنا في سينة نروح مع حضراتكم لفاصل سريع ونرجع مرة تانية لصباح الخير يا مصر موسيقى 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 بالقرار الاستراتيجي الخاص بإطلاق المشروع القومي لتنمية سيناء جنبا إلى جنب مع ضحر الإرهاب في عام 2014 خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن بدء المرحلة التانية للتنمية في سيناء وأهميتها على الاقتصاد والعائد الإيجابي على المواطنين بنرحب في فقرتنا النهاردة بالدكتور ماجد عبد العظيم وأستاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل ونورنا يا دكتور أهلا وسهلا بحضر أهلا بحضر أخير يا دكتور باحل نوري دكتور بداية نعرف من حضرتك أهمية انتلق المرحلة التانية من تنمية وتطوير سيناء بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بدون شك أن المرحلة التانية من تنمية سيناء استكمالا للمرحلة الأولى وما تم من إنجازات في هذه المرحلة يمكن تنمية سيناء في عصور سابقة لم تكن تحظى بالاهتمام الكبير وخاصة بشكل أكبر شمال سيناء وطبعا توجهات سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي وتوجهات الحكومة في الفترة السابقة كلها لتنمية مستدامة وشملة لشبه جزيرة سيناء مع التركيز على المشروعات القومية الكبرى اللي بتعمل أكتر من حاجة بتولد فرص عمل بتخلق فرص عمل لأهالي المنطقة وبالتالي بتدخل دخول لدويهم وبتحس مستوى معيشتهم تنمية عمرانية من خلال قضاء العشوائيات وبناء المجتمعات التي تليق بحياة كريمة لأهالي سيناء وللمواطن المصري بشكل عام أيضا مشروعات قومية متعلقة بمجالات عديدة منها مجالات صناعية منها مجالات زراعية منها مجالات سياحية منها أيضا ما يتعلق باللوجستيات والموانئ والمطارات استثمارات البنية التحتية التي تم إنشاءها في فترة وجيزة من الزمن في عمر الدول على مستوى جمهورية مصر العربية ومنها طبعا شبه جزيرة سيناء دي هي زي ما يقوله الأساس لأي تقدم مش بس لأي تقدم لأي استثمارات سواء كانت محلية أو عربية أو أجنبية لأن لو لا وجود البنية التحتية بشكل المشرف اللي احنا شايفينه دلوقتي مش هابه فيه أي استثمار ولا حتى استثمار محلي وبالتالي التوسع في هذه البنية التحتية بشكل كبير جدا يعود على المواطن المصري بمردود إيجاب ده اللي أكد عليه دكتور مصطفى مدجولي إن هي دي المرحلة الأصعب في التنمية هو قال كده برح هذا التعبير الأصعب إحنا عدناه اللي هي البنية التحتية خلال عشر سنوات في الخمس سنوات المقبلة هي الخطة أو المرحلة الثانية لتطوير وتنمية سيناء تحدث بلغة الأرقام احنا دفعنا وأنفقنا ستمائة مليار دلوقتي المرحلة المقبلة تلتمية خمسة وستين مليار في حوالي تلتمائة مشروع في ست مراكز أساسية في شمال سيناء شايف تحليل هذا الرقم وما أنفق خلال السنوات الماضية بعين أساد الاقتصاد لا شك إن لو بصينا لتحليل الأرقام أو ما يسمى التكلفة والعائد أنا أتكلف أدي إيه وإيه المردود اللي هيعود على الدولة المصرية والشعب المصري والاقتصاد المصري من هذه الإنفقات طب لو جينا بصينا 600 مليار جنيه تم إنفقهم في مشروعات كبرى مشروعات عملاقة منها زي ما حاجة تفضلت وزي ما دولة رئيس الوزراء تحدث وزي ما قبلها تحدث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إن الدولة بتركز كل جهودها على إن يكون فيه تنمية شملة ومستدامة تشمل كافة ربوع جمهورية مصر العربية كان فيه محافظات مهمشة وبالتالي كل التسليط للأضواء على كل المحافظات السبعة وعشرين محافظة اللي في جمهورية مصر العربية كل محافظة بتحظى باهتمام القيادة السياسية وبنصبها من المشروعات القومية والتطوير والتنميع وتحسين مستوى المعيشة وأيضا خلق فرص عمل لزيادة الدخول طب لو جينا بصينا على شمال سيناء بالتحديد أين تقع تقع في شمال شرق جمهورية مصر العربية مساحة شمال سيناء تقريبا ما يقرب من سبعة وعشرين ألف وخمسمائة كيلو متر مربع يقتم بها من السكان ما يقرب من سبعمائة ألف نسمة إذن هناك احتياجات لهذه القوة البشرية بتوفر فرص عمل بمستوى من الرعاية الصحية والتعليمية وأيضا الاجتماعية وتوفير مضلة حماية اجتماعية لمحدود الدخل في هذه المنطقة توفير بيئة صالحة للسكن تليق بيئة المواطن المصري وأيضا سكان هذه المنطقة وبالتالي هذه المبالغ الضخمة التي تم انفقها في المرحلة الأولى زي ما تفضل رئيس الوزراء وقال هنبص نلاقي أن المبلغ اللي أنفق 600 مليار جنيه يعقبه 365 يعني أرقام ضخمة يتم انفقها وضخها للاستثمارات في هذه المنطقة وتحسين مستوى الحياة وأيضا تعتبر هذه المنطقة منطقة مستهدفة مستهدفة لأنها منطقة حساسة جدا بموقعها الاستراتيجي وأيضا لحدودها المترامية مع أكثر من دولة وبالتالي تعمير هذه المنطقة ويعني زي ما بيقوله كده خلق حياة متكملة في هذه المنطقة أنا بتكلم عن شمال سيناء ده بيخلي كمان يبقى الفرص مش بس الوظيفية المتاحة لا فرص الأعداء أو الطامعين في هذه المنطقة تقل وبالتالي تكون هذه المنطقة عميرة بالسكان بدل ما تكون غير مأهولة بالسكان بشكل كامل فبالتالي تبقى مطمع للطامعين دي نقطة النقطة التانية إن المرحلة التانية من تعمير سيناء والجزء المخصص لهذه المنطقة شمال سيناء 365 مليار جنيه ده رقم زي ما تفضل دولة رئيس الوزراء وقال إحنا عدينا المرحلة الأصعب فإن شاء الله المرحلة اللي جاية بالعكس ده المرحلة اللي جاية كمان هيبقى فيها منافع كثيرة زي ما قال إن الشركات أهالي هذه المنطقة وأياد أهالي هذه المنطقة هم اللي هيساعدوا في هذه المشروعات ده بسبب إن سيناء الجديدة آمنة ومستقرة ففي مجال إن الناس ستتمر في مجال إن الناس تقعد وهي متطمنة في مجال إن تفتح جامعات فيبقى في مزيد من الاستقرار ومزيد من جذب فرص العمل أو جذب كمان شباب إنهم تقعد وتستقر طبعا بدون شك خلق حياة وحياة متكملة المدارس والجامعات والمراكز الصحية والمستشفيات والبنية التحتية والطرق وسهولة الوصول إلى الأماكن المختلفة أيضا أهم عنصر بقى لو مش موجود كل ده ملوش لازمة ألا وهو الأمن والأمان القضاء على الإرهاب دايما يد تبني ويد تحمل السلاح يد تبني ويد تحمل السلاح يعني إيه يعني تم الحمد لله بفضل الله القضاء على ظاهرة الإرهاب اللي كانت منتشرة جدا في هذه المنطقة وبالتالي بقت آمنة آمنة لحياة المواطنين وأهل هذه المنطقة آمنة أيضا بل جاذبة لاستثمارات سواء كانت من رجال الأعمال المصريين أو من الإخوة العرب أو حتى من الأجانب لأن في معالم سياحية ومزارات سياحية كثيرة جدا يمكن أن تكون السياحة من أحد أهم مصادر الدخل في هذه المنطقة بالإضافة أيضا إلى أنها فيها تاريخ ديني كبير جدا جدا يعني جبل الثور وتجلى ربنا سبحانه وتعالى على سيدنا موسى العائلة المقدسة مسار العائلة المقدسة أيضا المعالم السياحية الكثيرة أيضا سيناء غنية بمواردها الطبيعية من ضمن المشروعات الصناعية العملاقة زي ما تفضل رئيس الوزراء وقال مشروعات في مجالات صناعية لم تكن مسبوقة من قبل زي مصانع الرمال السوداء أيضا ما يتعلق بالموانئ واللوجستيات تطوير الموانئ المطارات كل ده بتبقى عوامل مكملة هي منظومة متكملة الدولة بتنشئها بتكاليف باهضة علشان تعود بمردود اقتصادي واجتماعي على المواطنين وعلى التوكيد في تقديم دولة رئيس الوزراء مبارح للخطة أو المرحلة التانية من تطوير سيناء نتكلم عن ثلاثة أهداف رئيسية الهدف الأول وهو طبعا الهدف الأهم تحسين مستوى المعيشة لأهل سيناء الهدف التاني تأسيس مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية والهدف التالت هو جعل سيناء منطقة جاذبة للاستثمارات العالمية عايزة أتوقف مع حضرتك عند الهدف الثالث ده لأنه ده محتاج ترويج لسيناء ترويج لهذه الاستثمارات للإمكانات الهائلة الموجودة واللي للأسف الشديد لم تستغل حتى الآن إزاي نعمل خطة تسويقية لهذه الكنوز الموجودة في سيناء طبعا دي نقطة في غاية الأهمية لو أنا عندي كنز وما عرضتوش أو عملت له ترويج علشان أسوقه مش هيبقى فيه إقبال عليه بالشكل لو أنا روّكته بكل الوسائل من خلال مثلا القوى النعمة كان يكن سيد رئيس الورق تحدث عن الفن ودوره فيه الترويج للمعالم السياحية لما كان فيه فنانين موجودين في المؤتمر نمر واحد نمر اثنين وسائل الإعلام نمر ثلاثة مكاتب التمثيل التجاري والقنصليات المختلفة في الدول نمر أربعة ودي حاجة بقت دلوقتي هي الوسيلة الأكبر والأوسع انتشارا اللي هي السوشيال ميديا الإنترنت المواقع الإلكترونية الويب سايتات زي ما بنقول بالإضافة لأن دلوقتي بقى كل حد كلنا مسكين موبايلات فبسهولة شديدة ببدأ أعمل حملة ترويج حملة إما من خلال حملة دعائية بيشاركوا فيها الفنانين والشخصيات المشهورة زي مثلا نجم كبير زي محمد صلاح لما يروج لهذه الحملة الدعائية للمعالم السياحية في مصر أكيد هيبقى لي جمهور كبير وقعدة كبيرة جدا من محبيه من كل دول العالم فنانين من النجوم المحترمين اللي عندنا لما يروجوا ويسهموا في دعم هذه الحملة هتبقى حاجة كويسة جدا بالإضافة للقنوات الرئيسية منها دور حضراتكم الكبير اللي بتقوموا بيه مشكورين كإعلام وكمان خلوا بال حضراتكم أن مش بس مصر غنية بمواردها لا كمان الأجانب بيحبوها والعرب بيحبوها والشعب المصري مش متحيزا لبلدي علشان أنا مصري الشعب المصري بطبيعته شعب لطيف ودود وإحنا شاكين مصر محتضنا جنسيات كثيرة من دول العالم المختلفة وبالتالي كمان بيلقى السائح في هذه الدولة معاملة كريمة وبيحس أنه في بلده التاني ما بيحسش بغربة ودي برضو ميزة قد تفتقد في بعض الدول اللي عندها بعض المعالم السياحية يمكن فيه توجه كبير في الدولة المصرية على مدار السنوات اللي فاتت أن كل أبناء الشعب المصري يحظوا بنفس الفرص ويقدم لهم نفس الخدمات فترة طويلة قعدت أبناء سيناء مهمشين وأبناء سيناء كانوا بيحسوا أنه مش بيقدم لهم الخدمات الاستثمار في البشر اللي بقى يحصل مؤخرا في أبناء سيناء طبعا لا شك أن الاستثمار في البشر من أهم أنواع الاستثمار في العالم لأن القوة البشرية هي فعلا اللي بتصنع تقدم الدول بجانب طبعا رأس المال لكن بنشوف دول بتستورد البشر اللي بتشجع على الهجرة وبتدي مزايا عينية ومزايا مادية للي هاجر ليها هو وأسرته لكن إحنا عندنا ميزة حباه الله سبحانه وتعالى ميزات عديدة حقيقي مش ميزة واحدة لمصر يعني لو تكلمنا عن الموقع الاستراتيجي لو تكلمنا عن موقع أشب جزيرة سيناء سواء شمالا أو جنوبا لو تكلمنا عن الموارد الطبيعية الغنية كل محافظة من محافظات مصر فيها ميزة نسبية إما في أيدي عاملة مهرة وإما في موارد طبيعية وخمات يعني على سبيل المثال وده دايما بقوله لو تكلمنا عن صناعة الأثاث هيخطر في ذهننا كلنا مدينة الدنيا المحلة الغزل والنسيب شبه جزيرة سيناء شمالا أو جنوبا فيها أماكن سياحية غير طبيعية فيها موارد غنية بمواردها وخيرتها وبنشوف قد يقبال السياحة على جنوب سيناء فيما يتعلق بشرم الشيخ فيما يتعلق بالمناطق اللي بيحبوا الشعب المرجانية فيه دور اجتماعي بقى كبير قامت بيد دولة لتحسين مستوى جودة الحياة وتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال مش بس المشاريع القومية العملاقة اللي تبنتها الدولة المصرية وتم إنجازها في فترة وجيزة أشاد بيها العالم أجمع لا كمان نقطة مهمة جدا أن الاهتمام بالقوى البشرية زي ما حكت فضلتي وقلتي بيلقى اهتمام كبير جدا ابتداء من التعليم اللي هو أساس تقدم الأمم التعليم هنلاقي إن فيه مناهج جديدة دخلت تخصصات غير مسبوقة بما إننا بأعمل كأستاذ جامعي فيه تخصصات كليات ما كانتش مسبوقة قبل كده ما كانتش عندنا قبل كده كلية اسمها الدكاء الاصطناعي وكليات عديدة على هذا المنوال بالإضافة لتحسين جودة التعليم من خلال تطوير المناهج التعليمية نقطة في غاية الأهمية أن الأجيال المستقبلية اللي هي بقى بنسميها التنمية المستدامة أنا بعمل تنمية النهاردة للأجيال الحالية ولا أغفل حق الأجيال المستقبلية في هذه التنمية وبالتالي التعليم وجودته نقطة في غاية الأهمية وجود القنوات اللي بتوصل مبين سيناء ومبين باقي محافظات مصر العربية نسمحنا عن النقطة دي هنتكلم إزاي شرايين الحياة اللي بتربط الوادي بسيناء هنرجع مرة تانية نتكمل الحديث عنها لكن نروح سريعا لفاصل ونرجع مرة تانية بنجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية ولسه الكلام مستمر عن سيناء وتنمية سيناء مع دكتور ماجد عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل دكتور ماجد قبل الفاصل كنا بنتكلم على فكرة شرايين الحياة أو الأنفاق اللي ممتدة خمس لستة أنفاق في بورس سعيد الإسماعيلية السويس واللي بتربط الوادي بسيناء الحلم القديم ربط سيناء بالوادي بشيف ده إلى أي مدى أثر على إصراع القطة في تنمية سيناء بدون شك أن هذه الأنفاق أو زي ما حاكت فضلت وقلت المصطلح الجميل شرايين الحياة بدونها يختلف الوضع تماما إحنا كنا قبل كده ما عندناش غير نفق الشهيد أحمد حمدي قوائم انتظار وطوابير لما نيجي نعد النفق واختناقات في المرور وقت زمني طويل علشان أخرج وأدخل النهاردة تم إنشاء خمسة أنفاق جديدة فبقى عندنا ستة أنفاق وتم تطوير نفق الشهيد أحمد حمدي بشكل كبير جدا بالإضافة إلى مجموعة من الكباري شرايين الحياة التي توصل ما بين سيناء وما بين باقي محافظات جمهورية مصر العربية في غاية الأهمية لأن عزلت هذه المنطقة لفترة طويلة جدا سواء في تهمشها في التنمية والتطوير أو سواء حتى في ممرات وطرق الوصول إليها أو قنوات الوصول زي ما بنقول هتلاقيها أنها كانت بتخليها فعلا حتى أهالي هذه المنطقة ما كانوش بيحس أنهم بيحظوا بيه الاهتمام الكافي النهاردة الدولة المصرية والقيادة السياسية أولت اهتمام كبير زي ما شفنا 600 مليار جنيه في المرحلة الأولى 365 مليار في المرحلة التانية أرقام كبيرة جدا بيتم إنفقها مش بس في مشروعات صناعية زي ما أنا أشرت في البداية وأيضا زراعية وأيضا خدمية وأيضا تنموية وأيضا اجتماعية وبالتالي هذه زي ما بنقوله كده التشكيلة الكبيرة من المشروعات اللي في مختلف المجالات بتخلي المنطقة دي تبقى منطقة وعدة ولها مستقبل كبير إما كمركز لوجستي للصدرات وإما أيضا كميناء من الموانئ الكبيرة جدا أيضا وجود المطارات بيسهل عملية الدخول والخروج للأفواج السياحية والوصول إليها كمان الاستغلال حسن استغلال ثروات هذه المنطقة سواء كانت ثروات بشرية أو ثروات طبيعية بيخلي فعلا ده في قيمة مضافة مش بس للمنطقة دي أو للمحافظة دي لا للاقتصاد المصري ككل وبالتالي مزيد من التطوير والتنمية وأيضا مزيد من معدلات النمو وزيادة في معدلات النمو زيادة في تحسين مستوى جودة الحياة وشفنا مشروعات لما كان سيد رئيس الوزراء بيتكلم شفنا على الشاشة قد إيه كمية المشروعات سواء فيما يتعلق بتحلية مياه البحر سواء فيما يتعلق بمشروعات مياه الصرف الصحي سواء فيما يتعلق بالمشروعات الصناعية الغير مسبوقة من قبل كل هذه الحزنة من زي بقولوا الدفعة القوية لتطوير هذه المنطقة وأيضا باقي محافظات جمهورية مصر عربية هو اللي خلانا النهاردة الحمد لله نعتبر من الدول العربية مش بس المستقرة أمنيا وسياسيا واقتصاديا بفضل الله سبحانه وتعالى إلا أننا بقينا دولة جاذبة لمزيد من الاستثمارات والدليل على ذلك وقدوم الشركات العربية والأجنبية للاستثمار في مصر بنشكر حضرتك دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل نورتنا وشرفتنا وصباح الخير على حضرتك أنا اللي بشكر حضرتكم وبشكر السادة المشاهدين شكرا دكتور مشاهدين خلصت حلقتنا نشوفكم إن شاء الله بكرة في نفس المعاد صباح الخير عليكم صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر